موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدينا رمضان مبارك لجميع المشاهدين ورأى راحت بكم بحلقة جديدة من على البرنامج ضيفنا اليوم بانتخابات الالفان وثمانتعش ضربة من بيتي أبيه فكانت أن لم يدخل الندوة البرلمانية لأول مرة قد تكون هناك فرصة ليتعرف اللبنانيين على وقام وهاب المرشح الذي سيصبح نائب في البرلمان كيف ممكن يكون داخل البرلمان ويأم وهاب لي ممكن يعني أن يكون نائب كيف ممكن يكون داخل البرلمان هذا السؤال الكبير اللي لح نحاول نجاوب عليه عبر فقراتنا الليلة مساء الخير أهلا وسلا فيك رئيس حزر التوحيد ويأم وهاب أول شي نعاد على كل المسلمين واللبنانيين برمضان وإن شاء الله رمضان الجاي يكون يعني ينعاد بظروف أفضل هلا أنا حنتابع معك من خلال الأول شي نعرف الناس على بروفايلك بس حنتابع قدام ممكن تحالفات الانتخابية تقيد ويأم وهاب يعني الناس تتعرف على ويأم وهاب جديد ما في شي بيقيدني أول شي اللي بدأت وصله على البرلمان ما في شي بيقيدني أول شي اللي بدأت وصلوني الناس مش تحالفات أبدا تحالفات الانتخابية هي في ضرورة لتشكيل اللوائح ولكن أنا أستند إلى صوت الناس الناس بتوصلني رح ضلني صوت الناس مثل ما أنا بره ما رح تلعنا جوه ما رح تغير شي فيه خلينا بالأول ويأم وهاب بروفايل ويأم وهاب الصحفي الذي بات مستشرا ثم وزيرا فرئيس حزب فرض نفسه في المعادلة الدرزية الصعبة الجبل ملكنا كلنا ونحن شركاء بهذا الجبل واللي بده يخرج بنا نكسر له إيده انت أو غير عمل ويأم وهاب في إذاعة صوت الجبل التابع لحزب التقدمي الاشتراكي حين كان غازي العريض مسؤولا عنه لم تتسع صحافة لتموحات الرجل القادم من الجاهلية فخرج من أعمدة الصحف ودخل كواليس السياسة مستشارا لأمير خلدي طلال رسلان مجددا ضاق بلاط قصر الأمراء بوهاب فخطأول خطواته في لعبة الأقطاب وزيرا للبيئة الوزارة لم تدم طويلا فكان تأسيس طيار التوحيد العربي خطوة جديدة لتثبيت وجود الوافد الجديد إلى حصن الجبل الدرزي رئيس أطلب حضراتكم بإعطانا الإزن للبدء بالعرض الرياضي لم يسلم طلال أرسلان ووليد جونبلاط من هجوم وهاب المستمر هجوم دائم كرس وهاب رقما صعبا وحاضرا دائما على طاولة الأمير والبيك عقد في خلدي اليوم اجتماعه انضم رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد بايك جونبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي ويام وهاب ناقش المجتمعون القضايا الوطنية العامة من كافة جوانبها عام 2018 اتهم وهاب حليفه بطعنه وأسقاطه في الانتخابات النيابية ولكن اللي اتفجأت فيه هي نتيجة الأقلام الشيعية اللي نلعب فيه علي ما مشكلة حلو الوفا اليوم يتحضر وهاب لخوض الانتخابات والتحالف مع جونبلاط أقرب إلى الخيال أنا عندي خط سياسي تاني واني عنده خط سياسي كيف سيؤمن وهاب نجاحه وما هو برنامجه الانتخابي تحالف مع جونبلاط ضرب من الخيال مش مش ضرب من الخيال لكن ما فيه ظروف للتحالف مع أني أنا صريح أنا رحت لعنده ليس رحت لعنده لا بالحال الموضوع بعضنا يعني قبر شمون صار رايح أربع شهداء صار رايح أربع شهداء حرام بقى يعني صار ما توفى شاب كمان من أسبوع شلناه من السجن على أساس مريض وكذا وتوفى الشاب يعني فيصل على الله يرحمه يعني فصار فيه أربع شهداء بنا نخلص موضوع شوي فاته قبر شمون يعني رحت بهالإطار عبروح يعني وبإطار الموضوع الاجتماعي الاقتصادي بس إذا ما رح يمنعك تعمل حملة انتخابية وبالانتخابات كل الأسلحة مشروعة لا 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 أنا ماني هاك أنا ماني هاك أنا ماني هاك أنا ما بتصرف هاك أنا ما بشتغل انتخابات أنا على فكرة أقل شهر بشتغل فيه شهر الانتخابات ليه بشتغل قبل هلا بقليك لاي طبعا لا بعمل زيارات ولا بحب أعمل وعود انتخابية وما بعود شفتيني على قدائلي ما طلعتها التلفزيون يعني طالع معك لي فترة اللي بدي قلك رح طلع عنده قلتله قلتله يعني أنا أتمنى لو في ظروف معينة نوفر معركة انتخابية من الجانب مصاريف اللوايح يعني اللوايح كلها بالجبل بتصرف لمليونة ثلاثة مليون دولار أكيد يعني بين أعلام وبين مصاريف وبين بنزين وبين أكل كنت بتمنى أن نفعهم لشي مستشفى أو يعني وصلنا نحكي وندردش أنا ويا وكزا يعني مني رح أدخل معك أكثر بتفاصيلة للانتخابات يعني مني أنا بشعر الانتخابات بكون فيه يعني كتير ريق لسبب لأنه أول شيء بديك تتحملي لأنه كتير ناس بيبتزوكي وأنا ما بحب هالطريقة يعني أنا بوقف معي هلا يسطر بعد الانتخابات أنا بوقف عشرين سنة بعد الانتخابات طلع الأدرناليان على الآخر لأنه كان فيه غلط ارتكب من أحد الأشخاص بتذكر وقته دفع سمنه يعني هلا مين ضامن لك أنه الخطأ لا يتكرر؟ لا ما بيتكرر أصلا خطأ فردي كان وما بيتكرر حضرتك مقتنع أنه بوقت الحج ساجد كان حطيت الخطأ بمسؤوليته بلال عبد الله مثلا يخد أكتر مني بضاعة معينة بشو بدي حط المسؤوليته بس أنه حزب الله عم نحكي ما بيصير فردي يعني يتصرف بلا 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 تصرف فردي وما إلو أي قيمة وما تارك أي أثر الأمر الثاني يعني هوني تصوير الأمر وكأنه حزب الله يقرر في معركة الشوف خطأ كبير كل عم يرتكبوه مين اللي بقرر؟ أنا بقرر وللجملات يقرر من جهتين أنا بقرر بالشوف وللجملات من جهتين للحريق الآخر ولكن مين خليك قدش لي أصوات اللي عنده حزب الله بيشوف تيقرر يعني يعني عم تستخد بأصواتهم؟ لا بشو؟ ما بيرشحوا أصواتهم؟ عندهم مئات الأصوات يعني لا يصلوا للألف صوت الأصوات اللي عندهم بتشوف يعني أول شيء بس مش أني سقطوك بأول مرة حالي؟ لأني أنا راحت معي على 187 صوت عرفت كيف طبعا في مرشح من جهة أخرى أخذ بهذه الضائعة أخذ له 700-800 صوت كان هذا الموضوع أستاذ مروان حميدين الشيك والله؟ لا يمكن الدكتور بلالي فالدكتور بلال عبد الله والاستاذ نعمي طعمي أخذ فيها هاي الضائعة يعني هذا اللي صار بس اللي بدي قليك هاي هناك هناك عطول بنا نعمل خصم هلق الحصم حزب الله ده بوين دخل بس باب الخصم بالعلم سمعي شوي susمعي شوي سمعي شوي سمعي شوي سمعي شوي سمعي شوي اللي شهر ونص ما سمعت الصوتهم ولا حكينا به هالموضوع ولا شفناهم ولا حكينا به القصة وفي هالدائرة 350 ألف ناخب بيقرر فيهن مئات الأصوات هذه كلمة ما إلوش تعمل بالكامل ما إلوش تعمل خلينا نشوف الانتخابات أبدأ بأول فكرة هلأك واحد إذا بدوا يعمل يعني مش عطول بنا ننقي خصم نعملوا خصم مش حنا أني أنت وقت حكيت عنه مش أنا أنا حكيت وقت يعني حضرتك حملتن عم تحكي عن وليد جنبلات يا عزيزتي يا عزيزتي أنا عم بحكي أنه كان في وعد معين بأصوات أخل فيه واحد وصارت القصة وخلصي هلأ عم تنتقد الآخرين اللي عم يصوبوا معركة حزب الله أنه إيه أنه حزب الله بيقرر بمعركة شوف يعني وين بيشوف بدوا يقرر بهالموضوع يعني ثلاثة ربع المرشحين بيعرفوش حدا من حزب الله يعني مين يعني ناجي البستيني مع حزب الله يعني وشو اسمه طارق طارق خير الله مع حزب الله خلينا ندخل به التفاصيل بفقرة الأولى وأموها بشو مسروعك بعدما يقارب أسبوعين على توقيف شقيق حاكم مصر في لبنان رجا سليمي أصدر قاد التحقيق الأول في جبل لبنان أولى منصور قرارا بإخلاء سبيله لقاء كفالة مالية عالية حددها القاد منصور بخمسمائة مليار ليرة لبنانية إضافة إلى حجز على الأموال ومنع سفر مدة شهرين قبل ما أدخل إلى سؤال شو مشروعك لابد من الإشارة مشاهدين إلى أنه يمكنكم التفاعل عبر هاشتاغ على البرنامج على المنصات الاجتماعية للجديد وفي سؤال أطلقته الجديد من ستنتخبون في دائرة جبل لبنان الرابع شوف عليه وأموها بتيمو جنبلات مروان حمادة لا أحد تحديدا عم نحكي عن الصوت التفضيل لم يبدو يكون من ضمنهم وبالبولكن هذا هو الإخت الخيارات أما السؤال الآخر فبماذا تطالبون رئيس تيار التوحيد العربي وأموهاب في حال فوزه في الانتخابات النيابية المقبلة وأجوبتكم رح تكون بالفقرة الأخيرة بيع الوعد إذا كان بيقدر يلتزم أو لا يلتزم بها وأموهاب السؤال ردا على الفيديو تعليقا على الفيديو شو مشروعك لإعادة أموال الموديعين إعادة أموال الموديعين ليست مستحيلة موجود الأموال لا بس أنا صار لي أكثر من سنتين أو ثلاثة اللي طلبت في شغلي وحدي وهي الدولة اللي قررت عيد الأموال الموديعين يعني اليوم رئيس الحكومي يمكن كان عندي تصريح من أسبوع يمكن أو تغير بهالموضوع ومن شهرين حكينا ومن شاء وعطول بدو يطلع الرئيس نجيب ميقاتي وهي اللي بطالبه فيك رئيس سلطة تنفيذية لما في يطلع رئيس الجمهورية يقولها كلامه لا يصرف لأنه مانه يعني منه يعني منه رئيس سلطة تنفيذية وبدو يصير فيه اتفاق سوف يقول برأيك نانسي نحن معنا مصاري نحن منا نفلسين كدولة نحن نحن كدولة عنا أول شي يعني اللي بدي يقول لك طبعا أنا ما بوثق بهذه الدولة ترهن الدهب أنا بوثق برهن الدهب إذا في رقابة دولية أو أوروبية على الموضوع يعني على الصرف ولكن نحن عنا اليوم مليار ومئتين مليون متر مربع أغلبهم بالمدن ببيروت ومحيط بيروت نحن بمئتين مليون متر مربع هذا كله بيخلص بمئتين مليون إذا بتسيلهم الدولة هذا كله بيخلص هذا كل الدين بيخلص بسلو يطلع رئيس الحكومة يقول للناس أول شي بك تطمنهم تقلوا أنت أنا مديم مصرياتك يعني اليوم بدك يتعترف الدولة أنه الأموال هي اللي أخفقت بصرفهم لا ما هي أنا لو جبت عامل في حساب كنت عامل بس مش معي هوني ممكن سيجيبه معروف في وين هو قصدك مشروع الصندوق السيادة يعني هذا اللي بتقيله لا مش ما بعرف كيف الطريقة بك تجيب خبراء بس أنا عبقول أنه بك تسأل لأنه معروف كيف الدولة يعني معروف مين وين الدين عندك بعد 25 لل 27 مليار بالسوق مدينين الناس مدينتهم وشريع عندك شي ستين الدولة خلص برجع هذا عادي وهديك الباقي بتدبره بس بأي قصد بيع أصول الدولة هلأ الناس احتخذك دغري لهون حاضرتك مع بيع أصول الدولة لا لا مش بيع أصول الدولة ولكن بنعمل حل أصول الدولة يعني أنا اليوم ما فيه كف بالكهرباء هيك نانسي خاص خاص أنا الكهرباء اليوم عبتظل استنزاف لإلي يومي والكهرباء واضح فيه 40 مليار دولار رايحين من 93 لليوم بموضوع الكهرباء كانت عبتخسر مليارين دولار صراحة مع الخصخصة حاضرتك نائي بكرة حضرتك حتثير نائي أنا مع الشراكة أنا مع الشراكة سراكة قطاع خاص قطاع غاص وقطاع عام تعرفي شو مفوتلنا هلأ بهذه الورقة اللي كانت حطتها يعني هذه اللي تقدمت لرئيس الحكومي دراسي نحنا التليفون تخيلي أنت إيجا بده الرئيس رفيق الحريري اللي يرحم وقته بده وبيعه واختلفه إيميل لحود على هالموضوع هو الرئيس إيميل لحود إذا بتذكري صار مشكلة كبير وقته ورفض إيميل لحود كان البيع بمليار دولار تعرفي شو مفوتلنا آخر عشر سنين آخر عشر سنين عشرة مليار وثمانمائة مليون دولار مفوتلنا التليفون يعني عشرة مليار فأنا عب أنا عبقول يعني خليني شيل السياسي من هالموضوع أنا بموضوع الكهرباء الماي التليفون المرفأ الطرقات البور خليني شيل السياسي شوف شو المصلحة وين المصلحة مثل كأني مواطن عبستثمر بس بالحديث مثل كأني مواطن خليك شوف الدولة كيف بتستثمر بالحديث عن السياسي في فيديو للرئيس عون من يومين تحدث فيه عن ضرورة إنه محاربة كل الفاسدين هو يعد بإنه بده يلاحق الفاسدين لآخر يوم من عهدي مما يقول بهذا الفيديو منستمع له اليوم تمام قاعد فيه عنا معركة إخرار الكبكة الكنترول وخلصنا من هذيك رح ما نبلش من تبقيق الجن هي ليلة بدون هون ما فيه مساعدة للبنان هون شو مشروعك لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي اليوم ما حدا من المواطنين بيسترجع يحط ليرة بالبنك مزبوط يعني المسألة المسألة سهلة بموضوع القطاع المصرفي أنه أنت بتعملي ببور بيروت منطقة بتجيب إليها حوالي عشر مصارف أجنبية لأنه نتبهي يعني مصارف جديد ما فيكي من هون لعشرة خمسة عشر سنة تتنسى الناس اللي صار اللي هو لا يتصور وعقل يا نانسي واحد ما هو عشر مليون دولار يقول يجي يوم إجا صار يبكي عندي بده خمسة تلاف دولار لابنه بره ما هو عشر مليون دولار بالبنك كيف يعني مش عبف يعني مش إنه شغلي مش صايرة يعني ما تخيلتها الناس يعني أنا والله العظيم إنه اندمت لأني ما شددت عن ناس أكتر إنه صحبوا مصريات ومعني وجهتلوا لندي لكن تعرف لأ ما قبل بسنة أنا حكيت على التليفزيون وقلتلوا راح تقوم بنهار التنائم ما في مصاري بس في ناس قنعت والله راح تسحبت مصريات أو واشتريت فيها داب وهلق بقلهم هلق هلق بقلهم وعطوا احتفظوا بالورق شو يعني نحنا رايحين عنهيار عالمي شو يعني مني سمعوا مني نحنا رايحين عنهيار عالمي للأملي بعد قدي ما بعرفش أنا مني بصار في راقتك لا أنا عبقر بالسياسي اللي عبصير على مستوى العالم دولار رح ينزل مستوى رح يفيقوا يوم يلاقوا الدولار نازل 25-50% رح يفيقوا يوم يلاقوا انه فينش يشتروا محروقات رح يفيقوا يوم يلاقوا فينش يشتروا قمح بالمصاري اللي معهن رح تصير الغنم البقرة أغلى من السيارة لأن السيارة ما إلا قيمة البقرة بتعايشو تعطيه شوية حليب أنا هي رأي هيدا عن جد رأي هيدا رأي هيدا رأي هيدا تحنيلي هي عم تعامل هيك عم تعامل هيك كفرد أنا ما بتحضر بالمصارف أصلا يعني لا كفرد عم تعامل هيك تموين ذاتي لألق أنا فيش عامل تموين لذاتي بعمل إنك بتقلهم هيدا الكلام عن جد؟ بتقلهم نجيبه مواشي يمكن يعني نجي حد الزراعي بهيدا المعنى بيروحوا عالدهب شو بدهم بألا هيدا العملة رايحة بس تدلني بقصة المصارف هاده العملة هاده العملة وهم هي مثل هاي ورقة مثل هاي بس طابعينا ومسينيها مثل مصارو الأرقام بدي قليك شغلي ما بقى فيه الأميركي يغطي طباعة خلاص اللعبة الدولية عبتتغير الصين فاتت الروسي هلق بلش لكي كيف اللعبة عبتتغير اليوم الأميركي كان عمالي أنت كيف سلموا للدولار قيادة العالم كيف سلموا بعد الحرب العالمية الثانية تفق على أنه كل ما أنت معك أنت إذا معك أنسي الدهار كان أول شيء بتغطيب الدهار 37 دولار بتاخديهم على أميركا بتاخدي فيهم أنسي الدهار طب صارت الأنسة بألفين دولار هلق وبطل هو مدعوم بالدهب أساساً للدولار وبطل دولار بعد يمكن رئيس نيكسون هذي الوقت أنه نحن قوتنا سبعينات قوتنا هي هي اللي دعم للدولار الدولار ما له ما له ما له ما عنده أحتياط ما عنده أحتياط ما عنده أحتياط بالأخير بكتروي عالم جديد بس هون عم بتقول إنه لابد من الذهاب إلى مصارف جديدة مصارف أجنبية شو بصير بالمصارف الأديمة يا أختي بتضلّة بتشتغل بالعمل المحلية بتعمل بتضلّة تفتح قاتل بس تيرجع اللبناني يجي يحط مصرياته بالبنك والطمان ما رأي الطمان بك تجيبه مصارف أجنبية تعمليه لمنطقة حرة عرفتي كيف مالية حرة بالبور وكذا بصير الواحد إنه بفوت على على البريتش أو على بريبة هذا شو بده أراج سياسي تسويه سياسيه المشهد اللي عم نشوفه القضائي بالتحرك بتجاه حاكم مصرف لبنان بده نوقف قلة شئمي بس تسامع قليل الشئمي قليل الشئمي بس بده نيقعد ويفكروا كيف بيشتغلوا للناس حيش كل واحد يمنطع دايكي عب تسمعي هالتلفزيونات السخيف مش التلفزيون السخيف هاوضي هاوضي على التلفزيونات عب تسمعي هاوضي هالكذابين كلياتهم والله بخجل من نفسي يكونوا مرشعة على الانتخابات والله خجلين من نفسي والله كل الناس بتعرف أنا غاسبين عني مرشعة على الانتخابات خجلين من نفسي كون أنا أنا ألا قلتي لما قلتي لي بك تحطي مرشلة قلت ليك عايب ما تحطي يحطي شي تاني خجلين من نفسي هاوضي كله كذاب بقربة عاد الانتخابات بفل أنا عندي كم مشروع بس مجبور تتحالف معهم أنا عندي كم مشروع صغار أنا عندي كم مشروع صغار بدي نفزهم هوضي هني أنا عندي عملت نايبة وما عملت نايبة بس بموضوع هل تعتبر ما يجي بالقضاء اليوم مع رجا سلامي محق لا رأيي جزء منه معركة سياسية أنا ضدها أنا ضد أي بعرفوش لرجا سلامي أنا إذا مزني براجا سلامي ما بيطلع بجمعة من السجن لأنه إذا فات واحد معطر بسيطة أطلع إذا ما أخلوه سبيله طلبه كفالي طلعت عن نيابي العامي استأنفت غادعهم طبعا ما هلق بالاتهمية بتخلي أكيد طيب أنت ما هي هيا المصاري القضائي اللي بيسي نيابي العامي شغلتها تستأنفت بس الكفالي مش هيني ما اختلفنا ما اختلفنا ما اختلفنا أنا إذا مزني إذا رجا سلامي هل قد عامل أنا بدي علقه بالمشنق لماذا بدي أخلي ديش بدت علقه بالمشنق شوقات القتلو إذا كان زنبه اختلاس إذا مظبوط إذا الغرامي العالي إذا مظبوط مختلش إذا مظبوط لا 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 بالحكي هذه ساعة عالة كان واحد بيفوت معطر بيفوت بيسرق رغيف خبز من بيت بزدته جناية خمس سنين وإذا واحد مظبوط سرق الأموال أنا رأيي أنا رأيي المسألة فيها إنه لذلك أنا شو هي لإنه صراحة أنا ضد استخدام القضاء بالسياس بكل صراحة لأنها صارت معي وأنت أكبر شاهد وأنت أول وحدة وصلت لعندي عجالية أنا ضد استخدام القضاء بالسياس لأن اليوم بيستخدمه ضد صاصمي بكرة خاصمي بيستخدمه ضدي أنا ضد الموضوع أنا مع استقلالية لكلام لمن أنا مع استقلالية القضاء بالكامل بالكامل أنا فيش حاسب الفاسدين الكبار مبدق بالصغار أنا عبقلك أنا بدي حاسب حاسب ببلش من الكبير لصغير مين الفاسد الكبير؟ كلهم الكبار حاكم مصر في لبنان يعني يعني هو كبير روقي شوي علي حاكم مصر في لبنان موظف اليوم في زعامة قالوا هني فاسدين هني كانوا يقولوا في زعامة الناس قامت عليهم في سياسيين كبار في ناس إلهم بالسلطة 30 سنة روقي شوي يعني كمانا أنا إذا ما في ما بحاسبه موظف إذا ما في حاسب وأنا وأنا سأقول لك يوم الأيام ليش مثلا ما تقدم بأخبار على ضد خمسة لأنه سألت أحد المراجع قال لي منني قلت له فلين قال لي خلينا نحايد وقلت له بلا ما نكفي ما بيقال كمان أنه الرئيس عون مرة سمى بعض الأشخاص بإطار أنه لابد أنه يدخلوا على السجن وقته سمى رئيس برزي والنائب إذا ما فينا إذا ما فينا نحنا نسمي حدا عرفتي كيف ليش بدي سمي صغار أنا طب ليه ما بتسمي بس اليوم حاكم مصر في ابنان ما أنه منصب صغير حاكم مصر في ابنان هو مسؤول عن السياسة المالية وأنه دي كان كمان 30 سنة هو موظف تكلف إقالته بمجلس الوزراء إذا هو هني عارفين مش هو المشكلة يعني بيتكلف إقالته نص دقيقة بمجلس الوزراء بس هوضيك الزعماء الآخرين بتكلف إقالتهم حرب أهلية ها الفرق وليه بعد ما طرحوا إقالته لأنه بيعرفوا أنه مش المشكلة عنده يعني بتعتبر شغل الشعب بعدين بيعرف كل أسرارهم يعني أسرارهم يعرف كل أسرارهم بيعرفوا أنه المشكلة مش هنه ما كانوا يلزبوه بالقوانين طي يصرف شو هو كان يصرف من بيت باي تتوقع أنه يدخل إلى السجن هل تعتبر عم بيصير اعتداء قضائي على رياض سلامة أنا ضد استخدام القضاء قلتل أنا واضح قلتلك أنا ضد استخدامه مع سعد الحريري ضد استخدامه بس هلأ عم تعتبر عم بيستخدم القضاء ضد رياض سلامة مش لأنه في قضية محققة ما شايف الحرب على الفساد تختصر برياض سلامة تتقل له هالكلام للرئيس عون كنت عنده من فترة طبعا أنا قلت له أنا طرحت علي آخر اجتمام قلت له موضوع رياض سلامي ما لازم حدا يحكي فيه لبعض الانتخابات إذا علي شي إذا في شي لأنه ما فينا نلعب باستقرار الليرة ما فينا نلعب بموضوع الاستيراد ما فينا نلعب بموضوع المصارف أنت تعرف شو موضوع المصارف لو كفها شو كان جواب الرئيس عون ما جواب يبدو تنع لتتأجل المحاكمة إلى مبعد الانتخابات عارب بس ما جواب لأنه أنا بالأخير عندي استقرار الليرة أنا ما فينا نروح ما في روح على انتخابات أنا بدولار خمسين ألف يعني ولا في روح على انتخابات ما معك تستوردي إدوي وقمح وربطة الخبز بأربعين ألف بالحديث تخديدا ولا في روح على انتخابات عرفتي كيف ما فيها الناس تفتح اعتمادات تجيب غراض الله يصر ما يصيروا كلهم بعد الانتخابات ندخل إلى هذا الفيديو هي مخزون احتياطي نحن عم جرب نجيبه على البلد لحتى ما يصير فيه انقطاع بمادة القمح مادة السكر تأكد لها من كافة الجهات والتجار والقطاع الخاص أنه موجودة الزيوت موجودة كل هاي المواد موجودة على الأقل بعد لمدة شهرين اللي حيصير انعكاسه سلبي بعد الشهرين هو ارتفاع الأسعار اللي نحن عم نحاول نشتغل عليه هون كان الحديثة عم بيقول وزير الاقتصاد عم مخزون القمح اللي هو مفروض يخلص بأخب نسان تقريبا على بواب الانتخابات شو مشروعك لحل أزمة القمح المهددة بالانفجار على أبواب الانتخابات؟ ما عندي مشروع شو بده يسير ما عندي مشروع ما عندي مشروع بهذا الموضوع الناس هتدق بواب العالم بدنا نعمل تواصل مع الروس لأنه هني يمكن الكمية الأكبر صارت هلاك من بعد أوكرانيا لا بعتقد أكبر هني من أوكرانيا بدك تعملي تواصل تشوفي كيف فيك بس ما مشكلة ما طولش بيله علينا أخونا عبدالله بوحبيب تنعمل تواصل هو نجيب ميقاتي ركضوا يبيعوا للأمريكان الموقف بدون ما يسألوا حدا ولك أخيروك شوية ما حدا من الدول أخذ الموقف مينك أنت يعني كلبنان يعني يعني أنت مين ناطر موقفك أصلا أنت تركت تعملي هالموقف هالبيع المجاني لشو؟ مين هالبيع المجاني؟ عم بيقول كمان وزيد الاقتصاد أنه أمريكا مين علاق له نشان؟ قال أنه أمريكا رح ناخد أمريكا أهلا وسهلا أنا بقبل قمت الأمريكي ممكن يكون الموقف له عازل يجي بس يجوا رح زقفلون واشكرون للأمريكان كمان بس كمان ما فيك تاخد موقف ضغري مع الحرب يعني الموقف المبدئي عادة عند الدول بيكون هو ضد الحروب بقيت حروب يعني هيто حقوق الإنسان لحظة يارايت كنت بكيت وهيك وقت اللي دمر العراق جوري شبوش وقتل مليون واحد يارايت كنت بكيت وهيك وقت تدمر سوريا وقت تدمر لدييا وقت اللي دمر أفغانستان مش انت لبنان عم قول ما وقف ضد الحرب على العراق يا حبيبتي لبنان ما получается لبنان لبنان arose مثل الهوا لا إلو طعمOO لا إلو ريحة لبنان ما وقفش بشي وين وقف ضد الحرب على العراق لبنان كان عبيتفرج مثل عادته ما بيقدروا بيأخر هالموقع بس أنا عبقول أنا ضد الحرب وينما كان وأنا ضد القوي عرفتي كيف يستقوي على الضعيف بس أنا عندي بسيطة عندي مليونين قتيل مسلم بين العراق وبين أفغانستان وبين ليبيا هو منهم كمان منهم منهم هيك بالمجان بس المبدأ مبدأ إذا ضد القوي يستقوي عرفتي حضرتك ضد الحرب على أوكراني بس كمان ضد حركش يعني الأوكراني ما هو هذا أهبل زيلنسكي ما كمان هذا فكر حاله رؤوس فكر حاله رئيس جمهورية أنا أحدود لك العاقل هو اللي يعمل حسابات سياسية مش العاقل يعني عالة كان اليوم تجي هايتي تحركش بأمريكا يعني إيه شو يعني إنه بيكون اليوم في بسيطة إذا الأميركي الأميركي إذا عنده عبعد سبع تلاف كيلو ماتر ببولونيا مصالح حدود روسيا الروسي ما عنده مصالح حدوده يعني كيف يعني شو هي يعني شو المطلوب نقول يعني نحنا بس هاي دي نظريت الضعيف هي اللي نحنا حاربناها كبلد بواجهة إسرائيل يعني مش منطق الأول والضعيف والحدود لا منطق بالآخر الدول هي بتقرر المصيرة إسرائيل أصلا دولي غير موجودة إسرائيل هو غزو هذا هو غزو مثل الغزو المغولي مثل الغزو المملوكي اللي اجعل منطقة مثل هذا الغزو نحنا مقيم بأرض لإلنا ولكن إقامة مؤقت يعني بعد عشرين خمسة وعشرين سنين ما بقول بتناقش أنا وياكي بموضوع إسرائيل بس رغم إذا كانت ضعيفة أوكرانيا مش عم تغرق روسيا بهذا الوحل بتسعة أيار بيعلون النصر وفو أعلنت تاريخ بقى تسعة أيار عيدوا النصر عندو بموسكو ورح يعلون النصر بتسعة أيار بتكون أوكرانيا استسلمت للمطالب هو بدوش ياخده أوكرانيا شو بدو فيها لأوكرانيا ما فيهو شي قدع ما هي ستمئة ألف كيلو مال هو بدو ياخد المقارات الرئيسية تعرفي أنت قبلش فيها روس سنة الثلث تعرفتي هو ضرب البنية العسكرية للجيش دمر له بنيته الفعلية صار جيش بس يعني لا فيه مطارات لا فيه قواعد عسكرية حتى المرافق الأساسية حصرة أخذ المرافق وبدو ياخد الدون باس وشو اسمه القرم وبدو يعمل بس هو محاصر دوليا يعني مين قال أنه الحرب هي بس هو حتى أهداف ما بلأخذ كيف تنتهي القرم مرايق بالموقف الأوروبي شو بدني بالموقف الأميركي الأميركي لن يتأثر والأميركي أصلا ما بيستوري الغاز ما بتأثر أساسا بس الأوروبي مرايق بالأسعار طيب اسألي أنت أرايبك وأصحابك بأوروبا قداش صار لتر الغاز لتر الغاز مش طون الغاز و لتر هذا البنزين بس اسأليهم كيف صارت الأمور ما كان منا يعني اليوم هو يمنوه هايكي مش عامل حسابه عامل حسابه يعني أنا بس برعب حكي أنا والمير طلال كان شايف لفروف من كم يوم مخبروا لفروف يعني كل التفاصيل أن احنا هاي دولة بن نستوعبه وشعب بن نستوعبه وطلت روس وكذا ليش زيارة صارت ما بننا نغير ما بننا نغير النظام بننا شروط كذا 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 وصارت تابلي التحقق ليش صارت زيارة الوزير طلال إرسان إلى روسيا من فترة كانت محدد تنكر لموقف الدولة اللبنانية لا كلنا اكتار انتقدوا موقف الدولة اللبنانية مش لحاله لا بس هنه شو بيعتبروا أي موقف يمثلنا كدولي هنه شو اخدين أي موقف يمثل الدولة بالنسبة إيرون يعني في مأخذ روسي على أكيد مستغربين الموقف يعني لأنه ما منه بسي يعني هيك شو لزوم ما لا يلزم يعني واحد مثل متبرع بموقف ما حدا معي وزوفي يعني بانتقال إلى فيديو آخر غير اللانق المفروضة على رجال الدين في طائفة موحدة الدروس في لبنان لدى دخولهم إلى سوريا دون غيرهم رجال الدين في المذاهب الأخرى والتي تخالف كل المواثيق والقوانين والأعراف الدبلوماسية والدولية متحدث باسم المجلس المذهبية الدورزي للتأم نتيجة بتعرف أكيد تبعى تصار فيه إشكال معين أنه طلبوا من عدد من مشيخ الموحدين اللي كانوا طارعين على سوريا من قبل النظام بسوريا أنه بتكون تجيبوا إذن من الوزير طلال إرسلين لا تدخلوا إلى سوريا ما هو هذا البنان ما خصوا الوزير طلال إرسلين بهذه القصة في اتفاق صاير بين الدولة السورية ومشيخة العقل أي مشيخة عقل؟ الشيخ نصر الدين الغريب يعني بتصير مع الشيخ سامي كمان ما في مشكلة بتتوسع منها مشكلة هي القصة ولكن الشيخ نصر الدين هو عمل هالاتفاق لأنه صار ينكمش كتير ناس على الحدود عرفتي كيف أول شيء تلبس زي وهن منهم مشيخ في ناس انكمش يتعب تهري بسلاح بس تتعلق المسألة بكرامة المشيخ ما حدا قبلي بيوقف يعني صحيب كل صراحة وأنا دخلت بهذه القصة يعني عصلا ولكن صار في اتفاق أنه الشيخ بده يطلع بيطلع حتى لي ما يتفتش ويتسهل له أمور وبده إذن من مشيخة العقل بلبنان في مشيختين عقل؟ يا أختي هذا مش انتقام سياسي هو السؤال شو مشروعك لحماية الدروز عن انتقام السياسي من قبل النظام الشيخ سامي يطلع عالشام يحكي مع السوريين ويتفق معه وبتصير المشيختين كيف بده يطلع عالشام ويتفق معه؟ شو بعمل لك أنت بتفق؟ يعني هيدا انتقام سياسي يا عزيزتي أو ابتزاز لقلهم عيني 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 لحظة شوية لحظة شوية لحظة شوية بيبعثوا كيلو حمص الأمريكان بيضلش حدا من الدولة بيرحش يقب الصادف ويستقبلون ويشكرون بسيطة هاي دولة بديك تتفاوضي معه؟ بديكش تتفاوضي معه؟ بديكش تتفاوضي معه حرة أنت شوي عليها؟ ما شخص ما الشيخة العقل تتفاوض؟ لأنه هذا شايخ دين عبيطلع يعني إذا ما كانوا شايخ دين؟ مينو بيضمن؟ مينو بيضمن إنو هاي شايخ دين؟ في ناس عملت عمليات هريب السلاح في ناس عملت عمليات كتير وتتجايا بي زي الدين مش شاش صارت الدرزي الدرزي أو غيره ليش بدك شوال دولي بتضبط حدودة؟ ليش إذا مواطن مش لابس زي بدوا يفرضوا عليه؟ لا ما يلون عليه بس شو الفرق ساعتا؟ شو حيعرفوا يعني إنو صارت المشيخ تنقل السلاح والمواطن العديد؟ يا عزيزتي لأنو بيتزيب هذا الزي ما كانوا داعش لبسوا ناس مشايخ محاولوا يعملوا عمليات ما هادي مانا يعني شي غريب يعني بس ساعتا ما بتعمي مع كل المشيخ أنت عندك بيكون من المجلس المذهب السويق كيف بدك تحلوه هيدا الموضوع؟ هيدا بيعتبروه إبتزيز سياسي تدجين للنائب واليد جنبلاط نائب سبق واليد جنبلاط شو خاص هو واليد جنبلاط لأنو محصوبين عليه بين محصوب ماش محصوب حتى إذا طلع واحد يا عزيزتي إذا طلع واحد محصوب علي ومش أخد تصريح من ناصر الدين الغريب كمان نفس القصة شوها المشكلة يعني؟ ليش يعني شوها المشكلة يعني؟ بتتوسع بتصير إذن من المشيختين وين المشكلة يعني بالموضوع؟ يعني اليوم شيخ الدين الدرزي عم بيصير تمييز باتجاهه ما عم بيصير مع رجال الدين الآخرين وبدوا إذن من مشيخت عقل محصوبة على طرف سياسي بلبنان لا 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 شيخ الدين أول شيء انتبهي بيطلع خمس ست مطارين بالسنة على سوريا بيخدوا إذن من بطرق الرعي؟ بيطلع طبعا شو اللي كان عندهم إذن شو بتايفوتوا كيف بيفوتوا بيكونوا محطوبة أسماعهم ومعروفين بس أنه بيطلع يوميا مئات المشايخ أنه بيطلع بين سوريا ولبنان مئات المشايخ هذا موضوع تمان كبره أكثر ما هو يعني تبروه ابتداء سياسي أستاذ يا عم لحظة يشرف شاخ العقل يطلع لي من السياسي كمانا ما عم حبتي لأله بيشرف شاخ العقل أنت بيبعد شاخ العقل بيحكي مع الدولة السورية وما فيها شيء بياخدوا الواحد إذن أو بياخد إنه معرف عنه إنه شايخ كيف بتعرفي عنه اليوم بيمرك مئات المشايخ إذا أنت البست يعني أنا البست زي الشايخ وطلعت مثلا هالربط بس تيتسهلهم أمرهم للناس هذا موضوع تيتسهل أمر الناس بس ماشي تاني بس حضرتك قيمت القيامة على توقيف الشايخة وقته وإنه شيخة كيف عم تقبل إنه يصير التعاطي هيك مع المشايخ أبدا ما توقف الشايخ مين قال لك توقف بكل احترام بس بدون إذن هذا في تعميم من الدولة بدون إذن شو هالمشكلة ما رح تقدر تحلها يعني أنت فيك تروحي عفرانسا بلا فيزا ليش بي بدوا يحسبوني أنا لمين تابعه بدي فيزا أنت بي بدك بديك فيزا إجراء عملته الدولة بسوريا شو كيف فيك تحليه يعني هلأ بسمع مشايخ الدروس وقفت عليهم لأنه صار في عدة حوادث وصلت له الموضوع بقيتش يعني ليش عبتناقش فيه أرجوك يعني يعني عبتناقش فيه لأنه هذا الموضوع بتعرف أنه عامل حساسية معي لحظة 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 أول واحد ادخلت أنا به القصة تنحل القصة في إجراءات معينة بيعملها الواحد ما بتنحل لا بالتصريحات ولا بالخطوات هذه ولا بتغريدة النائب واليد جنبلات اللي أكد فيها على انتظار الجثة بالحديث عن صديقة وزير خاجية أبدال أبو حبيب فيديو ولا مرة لبنان تبنى خط 29 يسمحوا للعب يحكوا ولا مرة لبنان تبنى خط 29 لبنان بالأمم بالتحدي سنة 2011 حط الخط 23 فما خلينا هولي أنتو كمان صحفيين لازم تحكوا استلاحات مضبوطة تكون شو مشروعك للحفاظ على ثروة لبنان البحرية؟ أنا أقف ورا موقف الجيش بكل صراحة لأنه أنا لا عندي فرقة هندسية ولا بفهم بالترسيم البحري اليوم الجيش اللبناني يملك أهم فريق للترسيم البحري على مستوى الشرق الأوسط مش عنا بس يعني ضد موقف وزير الخجية مجددا يعني شو بيعرفوا بيعرف مثلي رسمنا الخط 23 وتراجع عن خط 29 شو بيعرفوا بالخطوط هو يعني أنا إذا الجيش عنده رأي بخالف رأي الجيش ليش أنا عندي فرق فنية يعني تقرصه مخطوط؟ يعني تتمسك بالخط 29 أنا أتمسك بموقف الجيش هو الجيش اللي أرجوكي أنا أعملوا تحقيق حول هذا الموضوع شوفوا أهمية الفريق اللبناني فريق بدرب كتير وفريق جدي كتير عند الجيش مش هيك يرسم الخط يعني أبو ليش تراجع عنه الرئيس الرئيس الجمهورية؟ ما عارف أنا بس يصطف له ما عارف بس أنا عبقول الموقف السياسي مختلف عن الموقف التقني بالآخر شو اللي رح يترجح برأيك؟ أنا رأي رح يترجح الموقف السياسي لأن الأمريكيان ضغطي آه رح يصير تنازل عن الخط يعني حنرجع لكلام عبدالله بحق هاك رأيك؟ هاك رأيك؟ برأيك بس هذا التنازل شو؟ شو سمرت هذا التنازل؟ يعني ليش أنا بدي أتنازل عن حدود بحرية فيها؟ لأنه جوعوا الناس وجاعت الناس وصار بدي حل وصار بدي مصاري وعب يؤدوا أنه موضوع الغاز والنفط إذا حلينا بيبلش يفوت مصاري؟ شو يعني ليش؟ خلص؟ شو سمر الشخص لهم في السلطة برأيها؟ ما بعرفه لك ما بعدي تعويبهم؟ ما بيعنيني ولك يا أختي أنا ناسي أنهم بالسلطة أصلاً لأنه ربطوا أنه موضوع جبران بسيل والعقوبات أرجوك أنا بديش فوت بحكي عن أشخاص يعني ما تفوتيني بهالحكي عن أشخاص أنا بهمني آخر واحد هلأ أفكر فيه يمكن بضيعتي بالضيع الإحولي بجيراني بكذا هيدا اللي قاعد بلا كهرباء وبلا ماي وبلا تدفئة هلأ منيح أن الطقس رحمنا شوية اليومين بس جمعة الماضي كان طقس مدمر للناس أرجوكي بشرفك يعني عن جد أرجوكي أنت حتى ببرنامجي بقيش شخصني الأمور ما قالوا قيمي كله وهم ناس شخصني وللأسف إنه هيدا الشخصني بتتحكم بتتحكم هاي بيجيبوا الإبن والصهر والأخت والزوجة لتحكم هيدا بتبطل شخصني للأسف يعني ما في انتخابات بكرا يروحوا الأبطالة حبروا عن الانتخابات ما يرجعوا ينتخبوا نفس الناس ما بكرا بروحوا ينتخبون نفسهم طيب شو بعمل لهم أنا؟ بعد الفاصل يا محاب بالنسبة بأول سؤال بالنسبة ونحن نشاهد الفيديو بالنسبة للقاء القمة في الإمارات اللي عم نشوفه هل هو مقدمة يعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ لكن صار فيه أعتقد اتفاقات كبيرة في اللقاء هذه الاتفاقات رح تشمل كل الوضع العربي اليوم الرئيس الأسد حكي مع سلطان عمان بأعتقد إن شاء الله بيصير كمان لقاء سوري سعودي قريب كمانا إن شاء الله أم برأيك حيثي؟ عبينشغل بأعتقد عبينشغل على مستوى؟ لأنه قبل انكسرت بحضور وزير السياحة السوري شفناه على أي مستوى؟ أعتقد بيصير على المستوى الأمني بالبداية بيرجع بينتقل للمستوى السياسي ولكن اليوم بدي قليك شغلي فيه الاتفاق الإيراني الأمريكي عب يفرض الأجندا طبعه على كل المنطقة بالأخير رح يجي العربي يشوف يعني اليوم الخليج خائف من هذا الاتفاق طبيعي وكثير أطراف خائفة من هذا الاتفاق اليوم القوى الإقليمية تتقدم العرب عا بيتراجعوا في قوى عربية مثل الإمارات مثل سوريا مثل مصر مثل السوري عند رأيي أنه لازم الوضع العربي بالأخير ينحكى فيه كله وهذا ضرورة متى بنتوقع تعتقد أنه يكون فعلا رايحين 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 مشكلتنا نحنا مشكلتنا نحنا على بالوقت اللي متفقين فيه بتفاصيل يعني مهتلتهيين بتفاصيل صغيرة وما إلى قيمة عرفت كيف مثل هذه الكاراكوزات اللعب يطلعوا على التلفزيونات يعني غريبي يعني بكله هذا الانتخاب بكله شي بيعلج كذبين واطين بيوعدوا بشغلات الوعد وعد إنه بدوا يغير الدنيا مين فينا في غير الدنيا؟ مين فينا في غير شي ولك يا نانسي شو قصتك؟ اليوم نحنا اليوم تحت تالي نقدر نقوم بحاجة لاتفاق إقليمي دولي على قيمتنا وما فينا نقوم غير هايك ويسجلوا الكل عندنا الله ما حدا يجي يخبرني يزيد علي ونحنا بنا دعم دولي أصلا تنرجع نقدر نشهل اقتصاديا وماليا بدون هايك نحنا بفينا نعمل شي والباقي عايب يطلعوا ويطرحوا هاي البرامج على الناس ويجزبوا عليها فيديو جديد أنا بالنهاية عندي مهمة اليوم كمان هالمهمة إجراء الانتخابات إجراء الانتخابات ولا يمكن ولا يمكن اليوم أن ننصاك إلى استقالة لكي لا تكون مبرد تعطيل الانتخابات النيبية لأنه أحد مهمة هذه الحكومة إجراء الانتخابات النيبية ولا أكون سبب بتعطيل الانتخابات وهيدا سبب لعدم الاستقالة بالنسبة للانتخابات هل تعتقد بأنها ستتؤجل؟ لا إذا ما صار حدث استثنائي لا شوه الاستثنائي؟ ما راح يصير ما بعرف يعني يعني هلأ ست بترجح أنه تتير الانتخابات؟ هلأ صارت ايه؟ تقريبا بالنسبة عالية بتعتبر ممكن تتير نسبة تشعين هلا كانت جمعتين لو سألتيني ثلاثة كنت تقلك خمسين بخمسين بدي انتقل إلى بديو آخر وبما يتعلق بوزير الطاقة الغاز بدو يجي من مصر عبر الأردن ثم سوريا مفروض يعطينا مثل ما كنا قيلين حول الأربع ساعات تغذية إضافية بس تزلل كل العقابات وكل المراحل التنفيذية تكون تمت وكهرباء الأردن حول الساعتين إضافية يعني حوالي عشر ساعات بالإجمال زي يحصل هلأ إصلاح الخط مفروض ياخد حوالي شهر ونص بعد عطلة راس السنة يعني حوالي آخر شهر شباط مفروض يكون تم إصلاح الخط بالمرحلة الأولى بما يسمح أنه يوصل الغاز لحد محطة دير عمار بالنسبة للكهرباء هل أخفقت تيار وطني الحر مجددا بوعوده في وزارة الطاقة؟ أنا بدي أقول لك شغلي يعني ما كمان السؤال غلط ليس الطيار الوطني الحر هو اللي بده يجيب الكهرباء مين لفهم؟ الطيار الوطني الحر هذي مجرور أصلاً وزارة الطاقة كان لازي ما يتركوا وانا هيك نصحته أصلاً نصحت جبران إنه تركوا هالمجرور هن عندهم تحدي ما اعتبرين كانوا بدون يعملوها هلأ تعرقلت بهذا الموضوع ما خاص للطيار وطن الحر لحدا في شغلتين منعوا الموضوع هن أول شي المصريين أصروا على كتاب رسمي من الأمريكان أنه ما بيتعاقبوا والأمر الثاني اللي صار موضوع صندوق النقد رفض تمويل لأنه فيه مصاريه ومش بيجو بلاش يعني رفض تمويل قبل ما نشوف كيف نرده وما عنا خطة لرده وما عنا كهرباء لأي مطا أنا رأيي أنا عندي رأيي بالكهرباء قيل لك هلأ لأي مطا اللبنانيين ناخد 3 مليار من الاحتياط من الاحتياط الموجود للمصاري فينا ناخد 3 مليار أو نرهن الذهب 3 ب 3 مليار نحن عنا 20 مليار ذهب منجيب كهرباء 24 ساعة لللبنانيين ومنعمل تسعيرة معقولة بس ما استرجوا يقولولو هايك لسندوق النقد لأن طلبهم يعملوا هلق هذا الموضوع ما مسترجين يعملوا هلق التسعيرة لأنه يخدين 40 مليار ومجريبين كهرباء مين حيضمن أنه ياخدوا 3 مليار وجيبوا كهرباء ويرهن الذهب فيك تحكي لبديكيه بالموضوع لأنه لا تسعير لحظة 40 مليار على الكهرباء مين اخدها كنا عم نضوي نحنا كهرباء بلاش يا نانسي يعني خلينا نكون شي مرة عادلين خلينا شي مرة نكون نحنا إعلام طيب بس نحن عبر 25 عشرين بالتقنين والألفين وما بعد عشتنا بالتقنين نحنا طول عمرنا عايشين من بعد الحرب ما نحلت بقصر يعني من بعد 98 رجعت تظهر لهم بس نحنا من سنة 93 بتقدم مؤسسة كهرباء لبنان طلب وبتبعث على مجلس النواب بديت عدل الكهرباء السعر وما بيعدلوا لها هوية بتحط خسائر تنصح الناس أنه كلها تذهب إلى الطاقة الشمسية والطاقة البديلة مش بس منصحة طريق الشروف مش بس منصحة مش بس منصحة ها تقول لي كمانا عندي كنت قلت له يطلع اليوم ما كان قادر من هو ما كان قادر عندي شاب شو بدك تروح تعمل طاقة الشمسية بالبيت بالبيت شو لك أعمل بالضيعة بدي أعمل هلأ بدي بدي بلش بالضيعة بدي يطلع يعمل لي مشروع يعني إذا فيه إمكانية عب يقول ممكن ممكن يعني مئتين تلاتمئة ألف دولار فينا يعني لشو؟ طاقة شمسية للإنارة إنارة الضيعة إيه إنارة الضيعة بتصير تساعد المتار بتصير الفطورة تصغر بس دعم للضيعة يعني بدي حاول أعمل حيدي لو تلات نيب أو ما تلات نيب بدك تعمل لا هنا إلو علاقة حتى ما يقولوا هلأ عم تواعد الناس بفتارك موقف الانتخابات بكشو هالشغل التافحة كله ولك يا أختي والله هني بيعرفوني أصلا أنا بشتغل بالأربع سنوات ما بشتغل أنا من ستة وتسعين للألفان وثمانتاشا ما ترشحت على الانتخابات بأعتقد موقف تشغل يعني بس ما وزير الداخلية عم بيحط قيود وزارة الداخلية على المواطنين بالموضوع الضاء البديل تنحل هلأ إذا أخذنا نحن الداخلية متل ما عم نقلوا لطيار الواطن الحر عم بيقترحوا نعمل كتلة مشتركة لا بدك تباليش تحكي عن الكتلة بدك تباليش تحكي عن الانتخابات بدك تباليش تحكي انتخابات إيه أوكي نحن موضوع إذا أخذنا الداخلية شو بدك تصبح لكل العالم وحاطة البديلة نتمنى على وزير الداخلية موضوع الطاقة والعمارة حوله للبلديات لأنه صارت قوى الأمن الداخلي ما عندها شغل إلا كل واحد بيحط حجر بتوصل لي قوى الأمن الداخلي طيب بيصير عشرين سرقة ما بتكشفهم قوى الأمن الداخلي ليش الحجار بتكشفهم يعني إذا واحد غير حجر بحمامه بيجو دغري الدورية بتوصل لي وبيجو المعلومات وبيجو الاستقصاء وبيجي المغفر طيب يا أخي ما فيه مئة سرقة عم نبلغ عنها طيب أوقات بيجوش أوقات بيجوش سرقات كبيرة ما عبتنكشف يعني المعلومات عبتكشف العمليات الكبيرة بالمنؤ ولكن كثير فيه سرقات بالضياء عبتصير ما عبتنكشف طيب إنه يا معالي الوزير يا حبيبنا العمار والطاقة حولوا على البلديات يتعطي الرغض شو لك عليها فيهم ندخل إلى الانتخابات بتقرير لزميل نعيم برجوي باتت ملامح المواجهة الانتخابية واضحة في دائرة الشوف علي حيث من المتوقع أن تدور المعركة بين أربع أو خمس لوائح على 13 مقعدا لائحة حلف القوات الاشتراكي بغياب تيار المستقبل سيسعى هذا الحلف للحفاظ على مقاعده التسعة في البرلمان أما على ضفة 8 أذار فقد برزا قصام تمثل بعدم الاتفاق على أن يكون النائب الحالي فريد البستاني والوزير السابق ناجي البستاني بنفس اللائحة وهكذا سيأخذ الطيار الوطني الحر لانتخابات في هذه الدائرة منفردا بلائحة تضم النائب الحالي فريد البستاني أما اللائحة الأخرى فتضم تحالف رسلان وهاب ناجي البستاني قوة التغيير وكمعظم الدوائر لم تنجح بعد في التوحد بلائحة واحدة لكن الترجحات تشير إلى إمكانية تسجيلها خرقا بمقعد ماروني في الانتخابات الماضية كان هناك ست لوائح تمكنت لائحتان من بلوغ الحاصل لائحة المستقبل القوات الاشتراكي تسع مقاعد ولائحة التيار إرسلان أربع مقاعد ولكن بقلهم أنا هزمتوا بالنتيجة أنا جبت أصوات تفضيلية أكثر من ماروني حمادي تز فيكنوا بالمقعد في الانتخابات المقبلة ستتجدد المعركة على المقعدين الدرزيين في الشوف أما في علي يخفط صوت المعركة نظرا إلى أن الاشتراكي تبنى مرشح واحد لأحد المقعدين الدرزيين وهو النائب أكرم الشايب بالنسبة للتحالفات في الشوف علي هذه كانت الأجواء ما الذي أدى أو هل وصل التحالف مع الطيار الوطني الحر إلى الفشل؟ لا أبدا بكرة رح نعلوم التحالف الآن اليوم بدك تكشف لنا بكرة التحالف شو؟ بكرة عنا لقاء بخلدي ورح يكون في لائحة مشتركة نحنا والطيار الوطني الحر بعض الظهر نحل الخلاف ونمضي مش خلاف مع الطيار كان بس كان كل الأجواء إلى اليوم أنه معرك ترجمل في موضوع الأستاذ ناجي البستاني والدكتور إفريد البستاني الدكتور إفريد ما بعرف لي أي سبب أنه نحنا ما فينا نكون مع أنه تنينهم قيمي مضافي وما بيأخذوا من درب بعضهم على فكرة يعني ناخبين ناجي غير ناخبين إفريد وما بحرك ليش وصلتوا هلأ بالآخر؟ والطيار الوطني اعتبر أنه الدكتور إفريد البستاني إجيه كتير عروض ونضغط عليه كتير بها الفترة وما تركه وبتمسكه هذا اللي صار يعني لأ وين وصلتوا؟ هلأ بكرة عنا اجتماع الأخير للتوقيع وبأعتقد بتنحل شو بتنحل؟ بمن التضحية؟ يكونوا اثنين ليش تضحية؟ آه وصلتوا لصير بأن يكون الاثنين على الليحة دكتور إفريد بستاني إحنا معنا مانع بكرة جايين الطيار هلأ ما بعرف مي يعني يعني بأعتقد دكتور إفريد رح يكون كمان معهم يعني ما فيها مشكلة يعني كنت لتقنع على الوزير جبران بستاني بهذا الخيار كنت بالبيادة من يومين مصبوط كنا عملا نتقنعه لرئيس تيروطن الحر بأن تجمع اللائحة لاتنين المرشحين مقتنع جبران ما عنده مشكلة مين اللي مش مقتنع؟ دكتور فراد؟ دكتور فراد اللي مش مقتنع بالموضوع كان بس ما إلى قيم القصة منا يعني بس هلأ لنا بالآخر خلص يعني حيكونوا اتنينتون بالأخير اتنينهم بزيدوا الحاصل يعني ما بدا يعني هيدا هو تحالفكم رح يكون مع تيروطن الحوض نحنا نحنا أنا والمير والاستاذ ناجل بستاني واستاذ وليد خير الله من عفوا عن طارق خير الله من من علي والمقعد الأرطوذوكسي استاذ أحمد نجم الدين من الإقليم ممثل جمعية المشاريع استاذ أسامة المعوش من برجة والطيار دكتور فريد بعده مش محصوم ولا محصوم صار يمكن أنا وياكي هلأ نحنا وهون عب يعني هاي القصة عب تنحل بترجح يكونوا اتنينتون عليه أنا ايه أنا رأي اتنينهم قيمة مضافة لللاحة وممكن يطلعوا اتنين ليش بدون فيديو وكان همي وسيبقى بقاء المختارة بقاء الحزب أي أن كانت الضغوطات العسكرية أو الأمنية أو السياسية كان همي معركة وجودية بدأت بتصفية بشير جنبلاط على يد بشير شهاب وصولا إلى اغتيال كمال جنبلاط على يد حافظ الأسد وكل من يتجاهل وكل من يتجاهل هذا التاريخ لا يمكن أن يفهم أهمية هذه المعركة هذا التحدي هذا الامتحان لأهميته في السياسة اللبنانية والعربية بالنسبة لمعركة تشوف هل هدفكم الإطاحة بتيمو جنبلاط وإقفال باب المختارة في المقال هل حكي عن المعركة بتشوف لا بتغريدي لأله كمان الأستاذ وليد جنبلاط لا 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 شو أول شي يقول فيه لن أعتك في العمل السياسي ونحن مشغورون أن نستمر ولن نقفل باب المختارة لا أنا ولا تيمور لا نحن منقبل يقفل باب المختارة هذا أمر مطروح هو يعرف أنا حرصي الكبير على هذا الموضوع يعرف بالأيام الصعبة ولا حدا مستهدي في الحزب التقدم الاشتراكي هو دي رفاق قربينا نحن وياهم خمسة عشر سني وأخوي لأيلي ورفاق وأنا أي حدا منهم يتعرض لشيء كأنني أنا تعرضت وهني بيعرفوا كيف بتعرض هذا كله كلام مين الطارح بالآخر فيه اتنين بدون يطلعوا بتشوف بيطلع يا تيمور جنبلاط ومروان احميدي يا تيمور جنبلاط ويأموهاب يا مروان احميدي ويأموهاب هو يعرف بأنه هو يعرف بأنه منه حريص أكتر مني على الدروز مروان احميدي هو بيعرف تمقول منه حريص علىي أكتر ما بدي أقول غير هايك هو بيعرف أنه الوزير مروان احميدي بمحاب دربه بمحاب خليني خليني سألتي ألا خليني خليني أحكي أنا مروان احميدي لمقدر عمله بأربعين سنة في عمله اليوم يعني اليوم شو برنامجه شو طرحه يعني هو له أربعين له بالسلطة أربع وأربعين سنة يعني هو عمل وزير بوزير سياحة سنة الثمانين طب أنا بدي أسأل عمل وزير تربيه هو عمل شفر على الجامعة اللبنانية مثلا عمل فروع على الجامعة اللبنانية بالجبل طب هو عمل وزير صحة طب عمل مستشفى حكومي فوق طب هو عمل وزير ما خلى وزارة ما عملها يعني عمل وزير هاتف ما بعرف شو يعني ما يعني الوزير ما عم حبتي له هو شو اللي قادر يعمله اليوم يعني هو يعني اليوم بس ليش عم تصوّر بقى مروان حمادي مش عطيمو جولات بوقت يقوله البعض أنه هو لا يعني ليس مولعا بالسياسة لأنه تيمور ليش غريمك مروان حمادي ومش تيمور جولات لا أول شيء شاب مهزب وشاب كويس تيمور شاب بأول عمره بعده ما تجاه عنده تجربة إله حق يجرب أنا لا مش إذا هو إذا هو ابن ولي جملات ممنوع يشغل بالسياسة ما هذا قال ممنوع هو ما كان حابب أساسا بالبداية هو هاي شيء تاني ولكن هو حقه يجرب حقه يتعاطى مع الشباب مثله حقه يطور حقه يسن قوانين حقه كله هذا حقه يعني خصمك بالمعركة هو الانتخابية هو مروان حمادي أنا خصمي لائحة وليس شخص ولكن هذه المقاعدة هي يعني ولكن أنا اللي عبقوله إذا طيب هو بس هنتخطه تقلكن لأقفال باب المختارة أول شيء هذا أمر غير مطروح هذا غمر لنقبل به نحن قبل ما هو ما بيقبل فيه هذا موضوع الدروز بساعوا كل الناس ولأنهم بساعوا كل الناس بسيطة نحن المعرضين للإلغاء وليس هو هذا اللي كنت تسكي منه دائما نحن المعرضين نحن المعرضين للإلغاء من سنة التسعين من وقت اللي بلشنا حركتنا اللي وقتها اعتبرت فيه مواجهة الإقطاع السياسي ونحن نتعرض للإغتيال نحن الذين قتلنا نحن الذين قطعت أرجلنا نحن اللي اللي أطلقت النار على بيوتنا نحن اللي تعربنا نحن اللي اللي كنا الثورة وقتها حرام يعني حرام حرام القول بأنه نحن نمارس نفس الممارسة اللي كنا نشكي فيها نحن أبدا ما بنقبل هذا الموضوع هو بيعرف بأوقات الخطر بيعرف موقفي هو بيعرف بأوقات الصعوبات بيعرف موقفي وهذا موضوع أبدا مش مطروح لعندي وأكيد لعندي الميرطلال إرسلان مش الهدف الإطاحة بتقول له شو بتتوجه له للنخبي بالجبل للحفاظ على المختارة ياخد حريته ياخد حريته النخب اليوم اليوم أنت اليوم اليوم بسيطة نانسي أنت ابنك ما فيك تقنعيه اليوم اليوم الناس كلها عنده عنده التليفون التليفزيون وعند الراديو وعند القموس وعند الثقافي وهذا العالم كله موجود يفوت يشوف العالم شو أدخل إلى ويا موحب صوتك التفديلي جميلة اليوم عمل دوره بعد أنا برأيي بعده كل الأرار عند الحزب الاشتراكي وعند وليد جميلة يعني صوتك لمن برأيتي يعني كنت نقي يمكن ويقام إنما اليوم لما بده يتحلف مع طيار الوطن الحر وبده يروح ينخرط بكتلة طلال إرسلين وشفنا القعدة بخلدة لما قعد غازل عريضي ويقام وهاب وعالكريستان قعد طلال إرسلين ووليد جنبلاط اليوم بهذا المنطق واضح الصورة شو عم ينعمل ويقام وهاب كمشروع سياسي أنا برأيه طوّق واليوم بدخوله بهيك حلف انتخابي بطل حالة فيها تحكي عن الإصلاح ومواجهة الفساد وهو بده يقعد بتتلة أو بتحالف مع الطيار الوطن الحرب قبل ما ترد بدي هايخد منك جواب على السؤال لمن صوتك التفضيلي كمرشح أقرب أقرب إلى أفكار 17-20 الثورة مارك دو طلال إرسلين مع أنه حليفة اليوم طلال إرسلين أقرب إلى أفكار 17-20 أقرب إلى أفكار 17-20 مارك دو طلال إرسلين تنشوف صراحتك لا إذا أقرب إلى 17-20 مارك دو بس بصويت لطلال إرسلين على العمين لحب تقول بس مارك شو ردك على اللي قاله مارك خي صغير يعني مبرد هو قال ما عزته واحترام ما برد على يعني مارك خي صغير كنت أوقيت أحمله كمان هو صغير يعني كان في هايك علاقة عائلية بس هو مش نهيك كان يشوف فيك حدا ثائر على الأقطاع أنا ثائر على الأقطاع السياسي أكيد أنا يا مارك أنا بلشت ثورتي من 30 سنة سنة 90 كنت بعدك صغير ما كنت شريك بهذه الثورة أنا بهذه الثورة دفعت دم دفعت شهداء دفعت ناس أخير بالجنوب لحظة شوي لحظة شوي لحظة شوي لحظة شوي بك خليني كاف فيك يش تطلق تعليق فضل كاف أنا دفعت شو هذا دفعت تعب دفعت عرق إلى 30 سنة حفرت الصخر حفرت الجبل بضفرة مارك أنت أجيت بظروف كتير أفضل وكتير أحسن اليوم معايت فيه مننا كل هاي الممارسات لأنه صار التليفون اليوم هو الشاهد على كل شيء نحنا بسيطة أنا سنة 96 بس رشعت على الانتخابات أنا ما كان فيه روح زور الضيع ما كان فيه روح أعمل جولي على الأقلام حتى مخابرات الجيش كانت تمنعنا نفوت وقته كانت مخابرات الجيش المخابرات اللبنانية والسورية متحالفة مع الأستاذ ولي جملات بس 96 بس رشعت على الانتخابات وكانوا مع تبريننا أنا وناجل بستاني قل لاحة القوات اللبنانية كان فيه كم شاب يمرتبين يعني مثل شربي المطر ومثل هيك من ناعمي وكم شاب من القوات يعني كانوا متحمسين معنا بالمعركة لأنه كانت معركة ما أنا بتقلله اللي عبقلوا يا لامارك أنا اليوم مارك نحن بالجبل فيه خيارين عنا فيه خيار مسيحيين وأستاذ وليد خير الله من أستاذ عفوان طارق خير الله من من علي والمقعد الأرطوذوكسي أستاذ أحمد نجم الدين من الإقليم ممثل جمعية المشاريع أستاذ أسامة المعوش من برجة والطيار دكتور فريد بعده مش محصوم ولا محصوم صار يمكن أنا وياكي هلق نحن وهون عب يعني هاي القصة عب تنحل بترجح يكونوا اتنيناتهم عليه أنا ايه أنا رأييك اتنينهم قيمة مضافة لللاحة وممكن يطلعوا اتنين ليش بدون فيديو وكان همي وسيبقى بقاء المختارة بقاء الحزب أي أن كانت الضغوطات العسكرية أو الأمنية أو السياسية كان همي معركة وجودية بدأت بتصفية بشير جنبلاط على يد بشير شهاب وصولا إلى اغتيال كمال جنبلاط على يد حافظ الأسد وكل من يتجاهل وكل من يتجاهل هذا التاريخ لا يمكن أن يفهم أهمية هذه المعركة هذا التحدي هذا الامتحان لأهميته في السياسة اللبنانية والعربية بالنسبة لمعركة الشوف هل هدفكم الإطاحة بتيمو جنبلاط وإقفال باب المختارة في المقال هل حكي عن المعركة بتشوف لا بتغريدي لأله كمان لأستاذ وليد جنبلاط لا 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 شو أول شي يقول فيها لن أعتكف العمل السياسي ونحن مشغورون أن نستمر ولن نقفل باب المختارة لا أنا ولا تيمور نحن منقبل يقفل باب المختارة ولا هذا أمر مطروح هو بيعرف أنا حرصي الكبير على هذا الموضوع بيعرف بالأيام الصعبة ولا حدا مستهدي في الحزب التقدم الاشتراكي هو دي رفاق قربين نحن ويامون 15 سنة وأخوي لأيلي ورفاق وأنا أي حدا منهم يتعرض لشيء كأنني أنا تعرضت وإني بيعرفوا كيف بطعام هذا كله كلام مين الطارح خليني سألتي ألا خليني أحكي أنا مروان إحمادي اللي ما قدر عمله بـ 40 سنة في عمله اليوم يعني اليوم شو برنامجه شو طرحه يعني هو إلو بالسلطة 44 سنة يعني هو عمل وزير بوزير سياحة سنة الثمانين طب أنا بدي أسأل عمل وزير تربيه هو عمل شفر على الجامعة اللبنانية مثلا عمل فروع على الجامعة اللبنانية بالجبل طب هو عمل وزير صحة طب عمل مستشفى حكومي فوق طب هو عمل وزير ما خلى وزارة ما عملها يعني عمل وزير هاتف ما بعرف شو يعني ما يعني الوزير ما عم حبتي إلو هو شو اللي قادر يعملوا اليوم يعني هو يعني اليوم بس ليش عم تصوّر بقى مروان حمادي مش هطيمون جولات بوقت يقول البعض أنه هو لم يعني ليس مولعا بالسياسة لأنه طيمون ليش غريمك مروان حمادي ومش تيمون جولات لا أول شي شاب مهزب وشاب كويس تيمون شاب بأول عمره بعده ما جاء عنده تجربة إلو حق يجرب أنا لا أؤمن مش إذا هو إذا هو ابن ولي جملات ممنوع يشغل بالسياسة ما هذا قال ممنوع هو ما كان حابب أساسا بالبداية هو هاي شيء تاني ولكن هو حقه يجرب حقه يتعاطى مع الشباب مثله حقه يطور حقه يسن قوانين حقه كل هذا حقه يعني خصمك بالمعركة هو الانتخابية هو مروان حمادي أنا خصمي لائحة وليس شخص ولكن هذه المقاعدة هي يعني ولكن أنا اللي عبقوله إذا طيب هو ماذا هنتخطو تقلكن لأقفال باب المختارة أول شيء هذا عمر غير مطروح هذا غمر لنقبل به نحن قبل ما هو ما بيقبل فيه هذا موضوع الدروز بساعوا كل الناس ولأنهم بساعوا كل الناس بسيطة نحن المعرضين للإلغاء وليس هو هذا الكنتسكي منه دائما نحن المعرضين للإلغاء من سنة التسعين من وقت اللي بلشنا حركتنا اللي وقتها اعتبرت فيه مواجهة الإقطاع السياسي ونحن نتعرض للإغتيال نحن الذين قتلنا نحن الذين قطعت أرجلنا نحن اللي اللي أطلقت النار على بيوتنا نحن اللي تعربنا نحن اللي اللي كنا الثورة وقتها حرام يعني حرام حرام القول بأنه نحن نمارس نفس الممارسة اللي كنا نشكي فيها نحن أبداً ما بنقبل هذا الموضوع هو بيعرف بأوقات الخطر بيعرف موقفي هو بيعرف بأوقات الصعوبات بيعرف موقفي وهذا موضوع أبداً مش مطروح لعندي وأكيد لعندي الميرطلال الإرسلان مش الهدف الإطاحة بتقول له شو بتتوجه له للنخبي بالجبل للحفاظ على المختارة إذا هيك ناخب ياخد حريته يعني ياخد حريته الناخب اليوم اليوم أنت اليوم اليوم بسيطة ننسي أنت ابنك ما فيك تقنعيه اليوم اليوم الناس كلها عنده عنده التليفون التليفزيون وعنده الراديو وعنده القموس وعنده الثقافي وهذا العالم كله موجود هون بفوت هلأ بيشوف العالم شو شو أدخل إلى ويقام وحاب صوتك التفديدي اليوم عمل دوره بعد أنا برأي بعده كل القرار عند الحزب الاشتراكي وعند وليد جميل يعني صوتك لمن برأي كنت نقي يمكن ويقام إنما اليوم لما بده يتحلف مع طيار الوطن الحر وبده يروح ينخرط بكتلة طلال إرسلين وشفنا القعدة بخلدة لما قعد غازل عريض ويقام وهاب وعالكرستان قعد طلال إرسلين ووليد جنبلاط اليوم بهذا المنطق واضح الصورة شو عم بين عمل بيقام وهاب كمشروع يقوله بهيك حلف انتخابي بطل حالي فيها تحكي عن الإصلاح ومواجهة الفساد وهو بده يقعد بتحالف مع الطيار الوطن الحر قبل ما ترد بدي لأيخد منك جواب على السؤال لمن صوتك التفضيلي كمرشح أقرب أقرب إلى أفكار 17-20 الثورة مارك دو طلال إرسلين مع أنه حليفة كل يوم طلال إرسلين أقرب إلى أفكار 17-20 أقرب إلى أفكار 17-20 مارك دو طلال إرسلين تنشوف صراحتك لا إذا أقرب إلى 17-20 مارك دو بس بصوت لطلال إرسلين على العميين اللي حدث طلال إرسلين بس إنه إذا عبطولي أقرب بس مارك شو ردك على اللي قاله مارك خي صغير يعني مبرد هو قال مع عزته واحترام ما برد على يعني مارك خي صغير كنت أوقيت أحمله كمان هو صغير يعني كان هايك علقة عائلية بس هو مش نهكن يشوف فيك حدا ثائر على الأقطاع أنا ثائر على الأقطاع السياسي أكيد أنا يا مارك أنا بلشت ثورتي من 30 سنة سنة 90 كنت بعدك صغير ما كنت شريك بهذه الثورة أنا بهذه الثورة دفعت دم دفعت شهداء دفعت ناس لحظة شوية لحظة شوية لحظة شوية لحظة شوية بك خليني كاف ما فيكيش تطلق تعالق إياك أنا دفعت شو هذا دفعت تعب دفعت عرق إلى 30 سنة حفرت الصخر حفرت الجبل بضفرة مارك أنت جيت بظروف كتير أفضل وكتير أحسن اليوم معايت فيه مننا كل هاي الممارسات لأنه صار التليفون اليوم هو الشاهد على كل شيء نحن بسيطة أنا سنة 96 بس رشحت على الانتخابات أنا ما كان فيه روح زور الضيع ما كان فيه روح أعمل جولي على الأقلام حتى مخابرات الجيش كانت تمنعنا نفوت وقتا كانت مخابرات الجيش المخابرات اللبنانية والسورية متحالفة مع الأستاذ ولي جملات بس 96 بس رشحت على الانتخابات وكانوا معتبرين أنا وناجل بستاني قل ليحة القوات اللبنانية كان فيه كم شاب يمرتبين يعني مثل شربي المطار ومثل هيك من ناعمي وكم شاب من القوات يعني كانوا متحمسين معنا بالمعركة لأنه كانت معركة ما أنا عبت قل له معركة الديمقراطية اللي عب قل له يا لأمارك أنا اليوم مارك نحنا بالجبل فيه خيارين عندنا فيه خيار مسيحيين خيار القوات اللبنانية وخيار الطيار الوطني الحر لأنه نحنا الأهم الحفاظ على نحنا ما انتقدنا رغم كل القتل والمدابح والمجازر اللي صارت بيناتهم للاستاذ ولي جملات وللدكتور جعجع ما انتقدنا تحالفهم مع بعضهم لأنه اعتبرنا العيش أهم من أنه نرجع للماضي ونحنا كمان الطيار الوطني الحر لا شارك بالمجازر ولا بالمدابح ولا لاحاطي الدم عيده وكذا نحنا مضطرين نحفظ هذا العيش لأنه بعده طري بعده اليوم إذا صار مشكل بضايعة ممكن نص الناس المقيمة تفل لأنه بعد ما تجزري بس أنت يا مارك بتعرف جيدا بأنه أنا بسيطة كلكم بعدكم عبتطلقوا شعرات أنا فت على السلطة وظهرت من نظيف بس هو لحظة لحظة أنه تم تطويق يعني بين جملات وإنسان ما حدا بيحصرني ما حدا بيحصرني نحنا عملنا ليحة ولكن بديش قول بشروطنا لأن حقيقة جبران بيسيل ما كان حاطيت شروط ولكن نحنا ما عملنا مثل غيرنا يعني ما إجي الدولة بعثتني لإلي لعند جبران بيسيل وخضعت لشروطه مثل معامل غيري مين يعني خضع الأستاذ ولي جملات لشروط الدكتور جعجع كله بسيطة بالليحة بسيطة مين جبره انت بتعرفي مين جبره مين جبره اللي مع الدكتور جعجع مين يعني مين يعني مش سعوديين جبروا على الموضوع سعوديين جبروا طبعا مين لك أنا جبروا بعدين يا مارك انت بتعرفني منيح إنه أنا مش هيك حتى أمام الشاشي ما بيسوى الوحد يعير ضميره وقع مرة تعملها أنت بك تشتغل سياسي حتى أمام الشاشي أنا ما عارف ضميري يمكن فيه كثير مثل مارك اليوم بالشاريع الدرزي يقولوا هيك شو مشروعك لقلهم هلأ اتبقت لهم لحظة 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 أنا ما بيكذب عليهم أنا بقلهم هني بيعرفوا مشروعي من 30 سنة شو هو هني بيعرفوا أنا لما تمرت كنت لحالي كان رفيقي فردي حط مسدس حدي واطلع عالبيت الساعة وحدة بالليل وإمي تبكي علي وتقول لي يا إمي رح تموت قبلي أنت يا إمي بكرة بيقتلوك مارك بسيطة أنت طويل بالك أنت شاب كويس تطلع عالشاشي بتحكي لا في منهم هؤل الممارسات بقى أنا سنت التسعين يا مارك لما تمردت يعني أتمنى عليك وعا تعير ضميرك شي مرة خليك حافظ على شبوبيتك وعلى شكلك الحلو وعلى حكيك الحلو بس السياسي السياسي أصعب من ما أنت متصورة بس لأنه الوقت عم بيخلص أنت السياسي أصعب من ما أنت متصورة أصعب من ما أنت متصورة هلق بعدك أنت يعني برات اللعبة إذا شي يوم فتع اللعبة من جوة بتشوفها بس أنا فتع الدولي وظهرت مضي رح تبقى خيار تالي أنا هو أكتر واحد سمعي سمعي هو أكتر واحد بيعرفني هو وأصحابه قداش أنا بقيت نظيف وقداش أنا بقيت هيكي وما بتغير ما في شي بيغيرني يعني عم بتقلهم لليوم حتى للنخبين أنه ويقام وهاب مش تم هيكي مثل ما بقولوا تطويقه من قبل تحالف يا مارك الأقطاع مع الوزيزة الأرض السنين وصلطة مع طير وطني الحر أول شي ما هو مارك سائر ما بيهتم بوين القاعدة السائر بيهتم مش وين القاعدة بيقعد على الأرض عرفت كيف يعني ما نحنا ما أنا لوردات يعني الصوار كان شايف بك خيار بديل الأمر الثاني إذا قصة الكرسي بتحدد يا مارك نحنا عملنا بيان بخلدي البيان باسم الثلاثي مش المسألة وين بيقعدوا الواحد أنا بحب القاعدة حد غازي أكتر من غير وشو القصة يعني ما انتبه كلها كلها الخبرية إلا بعد ما صاروا يعلقوا أليها العالم يعني خبرية بلاش تعمي كلها خيار جديد بين اللواء جميل السيد بعدين أنا بعمل المقعد مطرح ما بقعد أستاذ مارك مش المقعد بيعملني في ناس بتعملها الكرسي أنا المقعد بيكون وين بقعد أنا إن شاء الله بقعد على الأرض بين اللواء جميل السيد والصحافي علي حجازي لمن صوتك التفديلي لا هو رئيس حزق من عام حزب البعث ما صوتش عنده لمن صوتك التفديلي كان مرشح عن المقعد الشيعي بالبقاع بأي معنى بالمعنى الاخي التيار وين كان لازم يكون كان لازم تصير هيدا الأفضلية بين لواء السيد وعلي حجازي لا اللواء جميل السيد صوتي عليه أصلا ما كان مرشح يعني ما بعرف لاش صارت كان مرشح لأنه ما كان مصطلع هالقصة في حدا يعني مين الحدا صحيح أنه استفير السوري ما بدي ما بدي جيب سيرت حدا دخيلك ما ما بدي دخيلك ما أمد فوطيني بالشغل ما أمني فضيلة يعني يعني لقى عندي انت خبيض وعندي شغل أنت عندك موقف أساسا من استفير السوري لا ما بدي حدا يعني كنت بخط اللواء سيد بين سيمان فرنجي جبران باسيل جوزاف عون لمن صوتك التفضيلي كرئيس مقبل للجمهورية ما في مرشحين برئيسة الجمهورية رئيسة الجمهورية تختاروا الدول والقوة وبيكون في مرشح واحد حضرتك إذا كنت نيب بدك تنزل صوت ما بيكون في ما فيش تلات مرشحين اللي شو عبتحكيني مثل ما عبتليلي إذا أنت ملكت نيويورك شو بك تعمل فيها ما فيش هيدا خيار مش مطروح برأيك مين لازم يكون إذا تمت اللي أنت حابت بموعدك مش أنا بقرر دول بتقرر أنا يرايت فينا نقرر نحنا طب يرايت فيك تقرر مين أنت بتأيد لأيسة الجمهورية لا لا بس تجيب قليك تجيب ترشحوا بالأول بروح ليلة على البيت واحد بجيبوا بعملوا برشح بس حضرتك قديش كنت محلل ودائما عندك معلومات إذا صارت مين حظو كبيرة برأيك ليش بدي أحكي أنا عم تقل لي العملة الورائية الدولار حيفو دائما هلأ 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 تلاتي حظو زون متساوي هلأ هلأ مين بيعرف بعد سنة شو بده يصير بس كنت تتحلل وتصيبه إيام ما هلأ بديش صيبه أنت بدك تصيبه بس ما بدك تعلنه هلأ قبل بسنة لأنه عندك حسابات سياسية بكير بكير يلا رح تصير إنتخابات رئيسية موعدة مش أكيد آخر صورة لقاء كمة النقب عملية بني براك لمن صوتك التفضيلي لقاءات التطبيع أو العمليات الفدائية صوتي التفضيلي لفلسطين ولثورة فلسطين ولثوار فلسطين وللقدس ولن أعطي صوتي طول حياتي إلا القدس حتى موت بعد الفاصل ويأموهاب على الوعد وبدنا نعلن خلاله النتيج للتصويت اللي أطلقته الجديد على تويتر تحديدا بما يتعلق لمن تصوتون في دائرة جبل لبنان الرابعة ويأموهاب تيمور جنبلات مروان حمادي لا أحد وماذا تطلبون من النائب في حال صار نائب ويأموهاب ماذا تطلبون منه بعد الفاصل الفقرة الأخيرة مشاهدين أهلا بكم من جديد والفقرة الأخيرة على الوعد مع الوزير السابق ويأموهاب رئيس تيار التوحيد من الوعود اللي طلبوك فيها المشاهدين على تويتر راح بنختار اخترنا عينة خلود بتطلب منك وطالبه بعدم انتخاب نبيه بري رئيساً مجلس نوة بتوعود خلود نعم أم لا ما راح يكون فيه مرشع غير الرئيس بري وراح تنتخبو تنوصل إذا انتخبني بنتخب عم تردلوا إياها بأصوات الشيعة يعني إذا انتخبوك الشيعة اللي بحسبين على الرئيس بري مثل ما اليوم يعني اليوم يعني عم بيحكوني إذا بنا نكون بتكتل واحد نحن والطيار الوطني الحر بطللهم إيه أكيد بنكون بتكتل بنا وزارة الداخلية ووزارة العدل يعني بياخد وزارة الداخلية بياخدها درزي ووزارة العدل الأستاذ ناجيل بستيني ونكون بتكتل واحد شو المشكلة يعني غير هيك ما بتفوت بالتكتل معهم لا أكيد أيدي التزامات على الهوى ربيح حداد بتسعمائة ألف وزيفة بتقعد العالم بوظائر؟ لا أبدا ما في قعد بأي شي أنا عندي مشاريع قد بدون موضوع النية بمخصة رح تبلش بالألفين وثلاثة وعشرين سنت الجي هلأ تبلشنا نعملها دراسيتها مشاريع بدي حول حاول المنطقة لمنطقة تصنيع زراعي مشاريع صغيري رح أعملك صغيري وكبيري بزيت الوقت بس عشرات المشاريع رح نعملها عم نتعاون نحن وكتير مؤسسات عم نخطط للموضوع بنا نصير منطقة تصنيع زراعي شو يعني؟ يعني بتصنعي بتبلشي من البدكية يعني مثلا من في طردي في ناس بتحب تصنع يعني يمكن تعملي شي عصير تفاح مثلا شي أو مربيات أو معلبيات لا أكبر أكبر من هيك يعني شي أكبر من هيك شي بتسوق أوروبيا ودوليا يعني مش شي تجي مازت عملي مرضبان وتسكري لا معقم ولا يعني في إلى طريقة غير مشروع عرفتي كيف هاودي عاملين منه يعني هادي كنت عمل خطط له ما إلا علاقة بالله مشروع الثاني الحلم هو كان دمور صراحة يعني إذا تعاونوا معي النواب المنطقة ورح تعاون مع أي حدا أنا تحول الدمور إلى كان شبيهة إلى الساحل يعني نشي نحن تعرفي كان وريح طيلة كان 800 متر تعرفي قد بينحط فيه هالشارع شارع شارع بينحط فيه عشرات المليارات بالسنة أنا بدي أسعى لأعمل مرسوم لأعمل طبعا قانون ومرسوم بدا مرسيم طبعا تطبيقية عجب البحر الكورنيش خمسة كيلو متر هذا المشروع بيمتد للأول تقريبا بتنعمل بكل المنطقة مثل ما أنت رايحة من بس ما بدوا استقرار سياسي لا لا بدوا استقرار مش رح نضلنا هيك على الشمال أصحاب هالأراضي كلها فيها تستسمر هي أو تجيب ناس بين أوتلات وقهاوي ومطاعم أنت عاب تحكي عن تشغيل عشرات ألاف الناس وعن عشرات المليارات اللي بتستسمر سنويا هنيك يعني هدا من المشاريع اللي بدك تشتغل عليه هادي بلشت فيها كنت اشتغل عليها مشكلة النواب ما تجاوب وهلأ هادي بدي أحملها هادي حلمي حلم بس بتعرف أنه فيه عندك المخيمات عندك الوضع الأمني عندك حتى بعض شو المخيمات؟ مخيمات الفلسطينية يعني عم تحكي بي عم تقول بتوصل للأولة ايه بتوصل للأرميلي بك توصل للأرميلي والوضع الأمني بتضمنه للعالم ايه طبعا بديوين عمل يعني في إلها حتى السياحة ايه لا بديوين عمل تحطي لبعض التقاليد المفروضة على المجتمعات بتقدر تأمنها؟ ممنوع ما فيه التقاليد فيها مفتوحة بتكون هادي موضوع التقاليد تروحي مرسة ببيته ما فيه مرسة بالشيء بس تقدر تأمنها؟ ايه طبعا بيش لا؟ هذا حلمي حلمي هذا حلمي حلمي ورح يصير بطول؟ حلمي حلمي اذا تعاونوا معي اكيد رح يصير بس رح أبرم فيه عليهم واحد واحد هين مفروض يتعاون معك؟ أول حدا لازم يتعاون معك لأيه مش مين؟ أول شي نواب المنطقة تاني شي بينبلش بتشريعات معينة يعني أهم شي الرؤسة يتعاونوا معك ثلاثة اللي بيكونوا موجودين وقتها عرفت كيف؟ مشروع ما بدو شي وحياتك بس مثلا حزب الله لأنه دايما بينقال إنه يعني عم تحكي ببحر شو لي؟ أين تمنع حزب الله؟ ما عندو مشكل بتاعتك اين تمنع هذا الموضوع؟ أكيد ما عندو مشكل أكيد ما عندو مشكل أكيد ما عندو مشكل المصار أكثر من حاد ساعة حق وقت غدائية عميو عال إذا عندو مشكل نعمل مشكل معو أه مستعد تعمل مستعد أكيد إذا عندو مشكل بس بيتدخلش حزب الله بالأمور بالحديث عن حزب الله سامي بيطلب منك الكف عن تغطية حرب ولاية الفقه ودعم السلاح غير الشرعي وأن يكون ولائه لدولة لبنان ولائه لدولة لبنان فقط لدولة إيران يا حبيبي يا سامي أول شيء أنا رايح مرة بحياتي عيران يعني تاني شيء يا حبيبي يا سامي أنا إلي ألف سنة لبناني بعرفش أنت زمجة الناس جديد أولنك لبناني كمان قديم لايك عيني هذا لبنان أنا مخترعه أنا جدودي اخترعه هاضي الناس اللي إجوا لههم من ألف سنة وقعدوا وحموا هاي الصخور والأرض هني اخترعه حبيبي بعرفش أنت قرعتك منها يعني تحطيلي أعرف إذا لبناني يمكن يكون من أخواننا السوريين كمان عم يسألني عرفت كيف يا حبيبي يا سامي هذا لبنان أنا مخترعه أنا بقبلش حدا أصلا بلبنان لأنه كله اللي رجع فات على جبل لبنان بسيطا نحنا أهل جبل لبنان من الأولي لبشرة لأهدن نحنا اخترعنا لبنان الباقي رجع فات بعدين أهلا وسهلا ماشي الحال بس مش أنه يعني واحد يجي يعملنا بحص خلود طالبه بتقديم اكتراح قانون لتحديد المهل القانونيين هي الانتخاب رئيس للجمهورية حتى من دخل بالفراغ مع حق بتقدم مشروع قانون هي وليتشكيل الحكومة هذا وعد طبعا ولتشكيل الحكومة مع حق مظبوط مع حق 100% آخر وعد يفك تحالفه مع منظومة الفساد والحرب الأهلية ويتحول السياسة ميني هاي دي لبنان ميني هاي حر هلا هو اسم زياد مفروض هيك شيء يا حبيب أو دارك آآ دارك سترينجر شيء يا عيني يا عيني زوفيك كما عمانزو أول شيء بس كنت احكي بالفساد يمكن كنت بعدك عبترضع أو عبتعمله على سيقانك خيئ انت بعرفش قبا عمرك فلما كنت احكي بالفساد حبيبي أنا اللي اخترعت شيء بلبنان الحرب على الفساد عيني أنا بس كنت سنة الالفين واربعة وزير خط المعركة ضد الفساد انت بتعرفي بسيطة ما كمانة مثل ما طيلعتي هاوضي اللي ما لازم يجزئ منه نيطلع كنت طيلعي هاوضيك اللي لازم يطلعه مين يعني ولاو طيلعي معركتي ضد سوكليم بالالفين واربعة طيلعي معركتي ضد الكرامي اللي بخصرها مزبوط وناس بسيطة تعرف انه انه أنا لما كنت عبحكي بالفساد حبيبي عرفت كيف كنت بعدك عند الماما انت يمكن يعني عرفت كيف عمالي عمالي بترضع بس لماذا عم بتكون عدائي مع الناس الناس شايفت فيك عدا هاكي لحظة 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 لكون عدائي مع قليل التهزيب لحظة أنا هاك بتغيرش عبيبتي أنا ما بتغير وعاك تفكري انه اذا انت خبت انا بقعد بستجدي ما بتكتش سعادة الناي ونمره زرقه وهيك فريستيجك كنت لاجري كل المرأة الكيس والالقاب كلياتها أنا ما بستجدي حدا أنا هاك أنا متواضع لآخر واحد هني بيعرفوا بيجي لعندي آخر واحد مواطن عبيتي بيقاملوا كأنه ملك كأنه ملك إذا فيه انتخاب أو ما فيه انتخاب بس أنا ما بتخلي حدا يتطاول يبقى بيعرف الشيء بالحياة ويجي يحكي أي منظومة فساد أنا ما أنا فضحت منظومة الفساد كلها وإن كانت كلها النار لحظة لحظة قبل 17-20 الناس اللي كانت عاب تحكي هلق أنا جبيلي ملف على جبران باسيل بطلع بانشره جبيلي هلق ملف عنه انت واضح هلق جبيلي ملف عنه جبيلي ملف فساد على طلال إرسلان هلق تطلع عنشره على طلال إرسلان شو الكلام هدا بس هايك من اتهي من الناس بس تيار الوطن الحل كله ببتعتبر في عنده شكوب 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 أنا كمية وزير منهم من تقلو مين اللي كان ينتقي مين كان يحكي بالفساد كنت لما أنا أحكي بالفساد كنتوا تحكوا علي لأنكم كنتوا انتوا الفاسدين وتقرتوا منهم للسياسيين مصاري ومستفيدين بس فرطي 17-20 اللي بنوك يزرتوا وضحكوا عنهم لأنا أفلستو قبل 17-20 ما كنتوا تسمعوني مفتكرين ناسيكن أنا يعني إنه علا كم وعد طلعت فلسفلي عالتليفزيون كم قروط يعني مصدق حاله إنه يعني هو شغلي هلا وين كانوا لما كنت أحكي عن الفساد أنا وين كانوا المراجل طبعهم وين كانوا الأبطال بس استسلمت هلا وين كانوا طلعوا قتلوني محمد بودياب أحساب ملف الفساد أنا وين كنتوا كلياتكم أنت كنت أحساب ملف الفساد أنا قتل ابني جاي واحد مردتي يحكيني بس الناس بتشوفك هيك فيها عم تكون عدائي مع عالم في لس بشوفوك مبلة ويقام وحاب صوته ضد المنظومة ليه بده يجي يتحالف اليوم عالتيار وطن الحر وما أكد إذا بتصوت ولا بتصوت للرئيس بري هيدون شو؟ أول شي هذا تحالف انتخابي أول شي هذا تحالف انتخابي إنت إذا ما في حدا شيء مرشح غير الرئيس بري شو بتعملي؟ بتعملي علاق مقائفي أنت بالكامل يعني هايك السياسي تاني شيء الأمر التاني الطيار الوطني حر هلق جبيلي عجبران بسيل لاك يا جبران بس إكموش عليك ملف فساد بدي أنشرك عصناوبر بيروت وبكرة أنا في تحالف أنا وياك بدي أنشرك عصناوبر بيروت بس انسك عليك ملف فساد طيب مين الفاسد بالملد إذا هيك؟ جبيلي هلق ملد جبيلي ملد طيب مين الفاسد ما بدك تقلهم للناس هلق مين الفاسد إذا هيك؟ قلت لهم هلق ما عادش ينفع الحكي راح البلد راحوا المصريات ما عادش ينفع هلق هيدا كله كذب اللي عبتسمعيه الكين قبضاي كان يحكي مثلي من 20 سنة مش هلق لما كانت المنظومة عبتطعميكن عبتعلفكن شعير كانت أي منظومة؟ الشعير المنظومة الحاكمة كانت شعير عبتعلفكن وتسكتكن كنتوا عبتاكلوا شعير وتروحوا مثل الحمير على الانتخابات قوعي تفتكري أنا بتفرغ معي هادي كله هادي النيابي كله وسرميتي سوا قوعي تفتكري أنا بتفرغ معي بشحد أصواتها قوعي تفتكري أنا ضميري أنا آخر واحد بلبنان بيجي عبيتي بيكون ملك شو مكان بس قوعي ولا تفتكروا حيالكن انتو شي انتو ماشي انتو مجموعة صغيرة من الوظبيل هادي الجمعيات هادي الجمعيات انتو حرمية هلا بقلكم قبل الانتخابات انتو مجموعة حرمية عبتقبضوا من الصفرات انتو عبتقرتوا المصريات مش عبتعطوها للناس ولا على القليل يعود سرقوا بالدولة عطوا الناس طبعا اه انتو حرمية كلها يتكن عم تحكي مثل انه كلهم بتحدياهم من أولهم لآخرهم أنا عندي هلاك موقع بدي طالعه اسمه الفساد العربي هلاك هلاك عندي موقع اسمه أحوال رح إلغي إبدلوا بعض الانتخابات اسمه الفساد العربي رح أعمل كل شهر لائحة بالفيس دي مثل لائحة الإرهاب بكل الوطن العربي بكل دولة ومنهم اللبني واني رح يكونوا باللويه عفكرة كلهم هذي كمشون كلهم هذي اللي بتشوفيون على التلفزيونيات اللي طالعين هذي اللي قبضني لقي في فين المجتمع المندسلي هالك مش شكله خطر عليك بألها لحظة مش أنك عم تهجم هيك هيك عم بتسالك لا 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 اذهب لحزة 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 اول شي أول impacts لحزة لحزة فشي اسموش دم عمدي في لويح اول شي في سبعة عشر تشرين ثوار شرفاء مايني بديش سمي مانه ما بديش سمي تتعايب فوليش بالتفاصيل انا بديش سمي يعني من هو تستمي تسمي wing مين مكان او في صوار شرفاءوجتار ولكن في العربة شو على الثورة هاضي النصابين هلق اللي راكدين عم يختلفوا ببعضهم أحساب اللوائح وكل منطقة فيها أربع خمس لوائح لأي شو هي في لوائح وكل واحد بيقلك الثورة يا خي نعرف مين بلش الثورة مين عملها الثورة عملوها هاول أوادي من الناس اللي كانوا مظلومين للثورة بآخر شيء كان بدك تعمل هلق سياحة ومسياحة في التلي بمشكلة لا بعد وماشي الموضوع المشجأة للسياحة شو بعد حدد إدامك شو بتدعمهم؟ عفوك للتصنيع الزراعي عنا تجربة كتير حلوة صايرة ببيصور نحنا الشباب من بات ملاعب عملوها أو في لبنان مصنع وحيد بيصنع مع كاروني موظبوط من أهم التجربة وهي دي أنا هاولي ما عندي كتير شغلات أنا لايك تقلك تقلك أنا بدي غير لبنان ما حدا في غير إذا حدا قيل بده يغير بيكون كذاب بكرة المعادلة بتغيره هي أنا عندي كم قانون لازم نمشيهم مثلا أنا ضد التوقيف الأحتياطي ضد إنه قاضي مرت بلا ضمير يوقف الناس أحتياطيا بدون ما يكون مستوفي الشروط لأنه في إلو شروط توقيف الأحتياطي إذا ما استوفى الشروط ممنوع يوقفون يعني يبقى من جائي هيك عا بيدخن السيجار طبعا ويقل له وقفه بدون هيك إهانة كرمات الناس ونوع بده يقلصه لازم يقاضي هو فوت على الحبس اللي بيعملها بس ما هذا لأنه في قانون بالطبع لا 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 أبدا في شروط للتوقيف الأحتياطي بده تشدد بده يصير فيه تشدد فيها أنا موضوع العمار مثلا كله بده يتغير خليها البلدية تصير هذا لازم يعمل فيه قانون موضوع المخدرات لاش اللي بيضيف سيجارة بده يتساين حبس خمس سنين لاش اللي بيضيف سيجارة بتلتاجر المخدرات عا بيعملوه كمان هذا بده يتغير فيه كثير قوانين بده يتغير هل بتوعد الناس من ضمن الأسئلة بأنك لن تتدخل سياسيا بموضوع تحقيقات المرفع تحقيق المرفع تعطيل تحقيق المرفع ما بتدخل أنا بتحقيق المرفع أصلا يعني لا إذا صرت نايب لأنه هلأ بنا نشوف يمكن تروحوا على موضوع الحصانات ما بتدخل بتحقيق المرفع فيه قانون بده يتنفذ إذا فيه حصاني فيه حصاني غيره القانون أنا مش مع الحصانات بيناتنا يعني أنا إذا بيقبل مؤخرا كنت كتير عم تهاجم العدلة لأنه عم يمثل يعني إجوا لعندي أهلي الموقفين وموقف ناس مظلومين هلأ بعده خليه يكون عنده إجراء يفلتهم ليما بيقدر يوقف نايب ووزير بسيطة يوقف يفلت الموظف مظلوم عايب على يخليهم مين برأيك مظلوم من المؤفر؟ فيه كتير من المهوع بيقول لأهليهم إنه هوا مظلومين بس أنا إذا فلتهم بفضل ملف كيف يعني هالحكي هذا طيب أفضل ملف أنا بوقف ناس مظلومين الكرامة الإنسانية يا أرجوكي أرجوكي بس تصير معك تفهميها الكرامة الإنسانية غالية مظبوط كتير مهم كتير غالية عندك ابنك يعزلوه بالمدرس يقولولو بيك مفجر بالمرفق وما قلوش علاقة كتير غالي عندك ابنك بس يخلو يكمل تحقيق اللي عم بيوقفوهن طلبية الراد لوقف التحقيق إذا كان بدي يخلي سبيلن ولا إذا بدي يطلع قرار لوقفوهن اللي عم بيرد تدو يعني طلبية الراد كان فيه يخليهن أول ما أخلى أخلى الندف متل ما فاتل عنده داود فياد وصار عايد قالوا عشون وقفين يصاركن سبعة تشهر مساءل تونسوال اخلى اخلى ودهود كان مظلوق أخلى حدا يعني وأخلى من الرائد ميلاد الندف أخلى سبيلن الجريء هو اللي بيخلي في قضاة جريئين بلبنان ما تغلطي بسيطة لا يختصر القضاء بإخلاء السبيل في قضاة جريئين بلبنان بإخلوا البريء هذا القاضي المهم اللي بيخلي البريء مين قالك أنه بريئين يعني حضرتك هلأ عبر تفضل أحكام هو عابقلهم هو قالهم لأهلاتهم كيف هالكلام سأليهم لها طالعيهم ما طلعوا ما قالوا ولا حدا منهم طلعوا ما حدا منهم قال أنه قالنا بريئين هني يجوا وخبروني هني يجوا وخبروني تدعوا هلأ أنه يستكمل التحقيق وبتدعوا كل من يقدم طلبات رد يوقف هيدا الموضوع بس تقليك شغلي أنا شغلي بالي كيف بنا يقوم لبنان عرفتي كيف أنا ما فيي أنا بكل صراحة بقلك أنا بكل صراحة بقلك أنا ما فيي إذا صار جريمة كبيرة روح لتمويت لبنان بسبب هذه الجريمة أنا ما أعطوصل هذه الجريمة لينال عقابه كل واحد كان مقصر لأن كل الموضوع طالع معه تقصير حاج يفنيس ويعمل لي هوبارات كبيرة كل الموضوع هو يعرفه شو هو تقصيره إهماله سرقة الظاهر فيها شي كمان سرقة لأنه كان مسروخ منه النيترات أعرفتي كيف يروح يطلعها كما هي حاج يفنيس ويقول لهم أنا أهم مسيحي بالشرق وما أهم مسيحي حبيبي مش عم ننتخي بأهم مسيحي بالشرق نحنا بنا إياك قاضي تعمل بهذا الملف أنا لبنان أنا لبنان أهم مني وأهم من أولادي وأهم منك وأهم من أولادي المهم يبقى البلد بس عم تخرق القانون عم تتهجم على القضاء عقادي بالشخصي هيدا تهجم على القاضي ليش يعني بده يكون عيد الطريقة ما شوال مشكلة تشكل ما عندي مشكلة تشكل بس دايما القضاء مش لازم يكون هو منزه يعني ما حتى يستدعوي على القضاء إذا كان منزه بنزه إذا كان منزه بنزه لا بغشتوا لطول غالطة أنتوا تطمعتوهم أنتوا الكبرتولون روسهم كرامة الإنسان أهم القاضي كرامة الناس أهم القضاء الإنسان اللي تفجر بالعاصمة يعني لا بالعاصمة أكيد كرامة حاوضي اللي استشهد وأكيد أنا مش عبيحتي بهاي حيث تكبروا رأس القضاء القضاء بلبنان يفتقد كثير منه للجرأة بيقاش تكبروا له براسه وتخلوا له نحتجم له القضاء بس يصير القضاء في قضاء بلبنان جريئين فيش قضاء جريئ في قضاء جريئين وكتار من النش خاصة غادة عون قضية جريئة حاوض النسوين فيش أجراء منهم رئيس غادة عون قضية جريئة ايه جريئة أو أدمية قاضية غازة أشليني من هالموضوع على الله بتجو بتروحوا إلى محل شخصاني ليش هو أنا أحديكي بشي هبتعطول القضاء انتو شي ما لازم تعطول إياه إلا إذا كان مستقيم إذا كان قضاء مستقيم وما في ضغط سياسي علي أنا بقول أحتكم للقضاء بس إذا قضاء غير مستقيم أحتكم له قضاء خاضي على السياسي لا 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 أحتكم له إذا بيحكوا شي عن الرئيس غادة عون بيقولوا إنه خاض على السياسي وهلأ عملتها غريئة شو المعيار شرفك بيحكيك الواحد بسوبر ماركت بتفتحيه له كوخ شو بديك مش عبنيعكي بغادة عون يعني يناقش بغادة عون عبنيعكش بالقضاء كله ما بتحكي عن قاضي طارق بيتار أنت سألت عنه لأنه إله علاقة بتفجير المرفق مش أنا حكيتك عنه راح تكون من ضمن الوعود هل ستكون وقام وهاب أم ستكون من الإقطاعيين في المجلس يعني اللي بيشوفني اللي بيعرفني بيسألش السؤال إذا واحد تافيه بيسأله هذا السؤال اليوم كنت عبر على الغنمات يعني مثلا أنه تغديت أنا والشباب بالحقل يعني أنا من الطاعيين يعني فاتفيه هدا يعني أخيرا في وعد بدك تتعلنوا على البرناء ماش راح تعلنوا مباشرة على الهواء وطلطي لنهاري اليوم جبتيني لهون يعني جنت بحب ضلني بالحقل أهلا وسهلا فيك مهلا تكون كتير مبسوط يعني عم تتكتب نهارك عننا شو؟ على الوعد بدك تتكتب وعد تلتزم فيه سواء لناخبينك أو لكل اللبنانيين حضرتك إذا فضلت بالانتخابات أعيدهم بأن أبقى ويا مهد الذي تعودوا عليه منذ عشرين عاما ناطقا بالحق باسمهم ما عندي وعدتين ما عندي وعدتين وما تستكوا لعود هذي كذبين كليتهم هذي اللي عبي يعدوكم اليوم بدون يغيروا الدنيا كذبين بكرة بفوتوا بصيروا جزء من المنظومي أنا فتوا ما صرت جزء من المنظومي لأني متمرد عن نظام حيوالوا يقتلوني أخيرا بالتصويت من ستنتخبون في دائرة جبل لبنان الرابعة شوفوا علي ويقام وهاب تيمور جنبلاط مروان حمايدة لا أحد أعلى نسبة تيمور جنبلاط 37% يليه ويقام وهاب 28% مروان حمايدة 9% لا أحد 26% منصف تصويت على السوشيل ميديا برأيك؟ بيشبه الواقع؟ أحصاءاتك يعني بيشبه الأحصاءات اللي عم تعملوا؟ ما أعتقد يمكن شكرا لك يا محاب على أمل أن كل اللي قلته والتزمت فيه اليوم على الهواء يكون فعلا هو برنامجك الانتخابي وبرنامجك السياسي بير كتير ملتزمت فيه ملتزمت بكتير شغل لا ملتزم بكتير إذا بكتحولنا يعني تعملنا الكروازات على الدمور تعملنا كار هذا حلمي هذا حلمي إن شاء الله يسهلوا لي إيه هذا حلم لي إيه بكفي الموضوع الزراع يعني هذا موضوع ما إلوش علاقة بالانتخابات والطاقة الشمسية يعني هو الأساس اللي عم تتزمت فيهون فعلا بتم الناس هذا موضوع بنحول منطقة لمنطقة تصنيع زراعي لا بيعود بحاجة للوظيفة الواحد ولا بيعود بحاجة للسفر وبيصير بأردن بيبقوا الناس وبعدين بأردن وبتعمل زراعات جديدة كتير وزراعات غالية أهم من أنه يمكن يكون البرامج فيه عنوين سياسية كبيرة هذا يمكن والناس هي اللي بتختار الناس لقلهم الاختيار مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء السبت المقبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المتابعة كقي مشاهدينا بإمكانت نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة